موسيقى وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بهدف لكل فريق الساعة خمسة كانت تاني المباريات وما تزال يعني الساعة دلوقتي خمسة ونص يعني لسه فاضل ربع ساعة على الشوت الأول نادي الزمالك بيلاقي نادي طنطة والنتيجة حتى الآن نصف ساعة الأولى واحد صفر لنادي الزمالك ثالث المباريات إن شاء الله هتكون متصدر جدول ترتيب الدوري العام المصري النادي الأهلي سيلاقي نادي مصر في تمام الساعة السابعة والنصف في واحدة من المباريات الهمة جدا الحقيقة دايما لما باجأتكلم على أي مباراة بتبقى عندي مشكلة كبيرة جدا خصوصا في مثل هذه المباريات لأن البعض يرى أن هذه المباريات هي مباريات سهلة بالنسبة للنادي الأهلي الحقيقة في الدوري العام المصري لا توجد مباريات سهلة فريق مصر من افسي مصر يعني من أحد الفرق طبعا اللي في نهاية الجدول أو ترتبها في الجدول متأخر ولكن تظل دائما مباريات كل الفرق أمام النادي الأهلي تبقى مباريات صعبة جدا 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 لأن كل فريق الحقيقة دايما بيحاول أن هو يعمل كل حاجة علشان يقدر يكسب النادي الأهلي أو يقدر يكسب المتصدر والفائز بالدوري العام المصري لمدة 41 مباراة وبالتالي لا توجد مباريات سهلة كل لعب النادي الأهلي بيحاول أن هو يكون مركزين في مثل هذه المباريات على الرغم من أن احنا عندنا مباريات بعد كده أصعب وأصعب ولكن في البطولة الأفريقية يعني ولكن النهاردة كل التركيز في المباراة اليوم مباراة مهمة ومباراة صعبة ستظل دائما مثل هذه المباريات هي الفارق ما بين النادي الأهلي وبقية الفرق لأنه الفريق الكبير دائما لما بيجي لاعب فرق أقل منه في المستوى أو حتى في البطولات أعتقد أن ده بيؤثر وبشكل إيجابي جدا على لما بيفوز يعني الفريق بيتؤثر عليه بشكل إيجابي كبير جدا فالنهاردة ليست مباراة سهلة كما يعتقد البعض ولكنها واحدة من المباريات الصعبة في الدوري العام المصري اللي حيلعبها النادي الأهلي خلال هذه الفترة خصوصا في ظل ضغط المباريات سواء في البطولة المحلية الدوري العام المصري أو حتى في البطولة الأفريقية النادي الأهلي يمكن من الفرق أربع فرق طبعا بتلعب في البطولات الأفريقية سواء الأهلي أو الزمالك أو المصري أو بيراميز وبالتالي عندهم ضغط مباريات شديد جدا خلال هذه الفترة عشان كده بقول لحضراتكم هي مباريات دائما ستظل مباريات الدوري العام مهما كنت بتلاعب مباريات صعبة جدا نتمنى طبعا الفوز للنادي الأهلي في مثل هذه المباراة النهاردة طبعا مباراة في الأسبوع الاثناشر زي ما حضراتكم عارفين وزي ما الكل عارف أن النادي الأهلي لعب أو بعد مباراة اليوم حيبقى لعب عشر مباريات من اثناشر مباراة وهتتبقى له مبارتين مؤجلتين مقولين النهاردة تعادل وبالتالي النادي الأهلي سيظل متربعا على قمة مسابقة الدوري العام المصري مهما حصل من نتيجة زي ما بقول لحضراتكم دائما أن كرة القدم دائما فيها تلات نتائج التعادل والهزيمة والمكسب النادي الأهلي كل اللاعبين المتواجدين فيه دائما بيحاولوا يسعوا أن هم يكسبوا كل المباراة من خلال بذل أقصى مجهود لهم في الملعب بعد كده التوفيق وعدمه دي حاجة بتاعت ربنا ولكن كل واحد من المجموعة الموجودة اللي حيختارها النهاردة ريني فيلر اللي دائما الحقيقة خلال الفترة الأخيرة بيحاول يعمل عملية تدوير واضحة جدا لكل الفريق مين مصاب فبيبقى بره مين بيبقى راجع من إصابة فياخد ربع ساعة أو نص ساعة وبعد كده يلعب المباراة التانية مين اللي يبدأ المباراة مين اللي يبدأ أو مين اللي يتم تغييره ما بين شوطاي المباراة أو في الشوت التاني أو حتى في الشوت الأول كل هذه الأمور بيعملها ريني فيلر حتى هذه اللحظة باحترافية شديدة جدا عشان كده يباني أن النادي الأهلي ليس متأثرا بأي إصابة ليس متأثرا بضغط المباراة لأن كل اللاعبين تقريبا باستثناء لاعب أو اتنين لعبوا مع ريني فيلر منذ أن بدأ ريني فيلر مهمته كمديرا فنيا للنادي الأهلي عشان كده بقول لحضراتكم هي مباراة صعبة وستظل دائما مثل هذه المباراة هي الفارق الكبير ما بين النادي الأهلي وبقية الأندية الأندية الأخرى اللي بتنافس النادي الأهلي ممكن تبقى المباراة دي بالنسبة لها يحصل لقدر الله فيها أو بالنسبة للنادي الأهلي بيحاول أنه دائما يكسب الأندية الأخرى بتبقى دائما ممكن تتعادل ممكن تتغلف مثل هذه المباراة عشان كده ده الفارق في تركيز لاعب النادي الأهلي عن أي فريق آخر النهاردة أيضا في وجوه جديدة هنشوفها في القائمة قائمة النادي الأهلي الواجه الجديد لأول مرة سيكون متواجدا بعد انتهاء أزمته محمود كهربا سيكون متواجدا في قائمة النادي الأهلي النهاردة ترسل موجود من التروس اللي موجودة في النادي الأهلي عايز أقول لحضراتكم أن احنا هننسى الفترة اللي فاتت أو هننسى اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت لأنه كهربا أصبح لاعبا بشكل رسمي في النادي الأهلي طبعا مضى عقود وقعد وتمرر مع الفريق ولكن النهاردة تحديدا منذ أن تم إصدار الكرنيل الخاص بمحمود كهربا أصبح لاعبا بشكل رسمي داخل النادي الأهلي يلعب بقى ما يلعبش يكون موجود ما يكونش موجود دي حاجة تخص المدير الفني وده دايما الشكل اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم وده دايما اللي بقوله دايما لحضراتكم أن الفارق كبير جدا ما بين النادي الأهلي وما بين أي نادي في مثل هذه الأمور كهربا كان عليه كلام كتير ومشاكل كتيرة واصلوا جاي اصلوا مش جاي وبعدين لما مضى قال لك اصلا عنده مشاكل طيب لما المشاكل خلصت قال لك مش هينفع يتم إصدار كرنيل خاص بكهربا إلا بعد ما يحصل حاجات تانية اتعاملت الحاجات وتم إصدار الكرنيل خاص بكهربا منذ هذه اللحظة أصبح كهربا ترس من التروس اللي موجودة من التلاتين ترس اللي موجود داخل النادي الأهلي يلعب بقى ما يلعبش دي حاجة تخص المدير الفني هل سيكون متواجدا النهاردة هل سيبدأ المباراة حيلعب أو حينزل تغييره ده اللي حنشوفه بقى خلال أو أول ما نعرف التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي في مباراة اليوم كل التوفيق طبعا لكهربا النهاردة تحدي جديد خلال السنوات السابقة كهربا دخل في كذا تحدي ولكن أعتقد أن ده التحدي الأصعب بالنسبة لكهربا إن شاء الله كهربا اللي أنا سمعه خلال الفترة اللي فاتت بيتمرم بشكل جيد ملتزم بشكل كبير جدا داخل الملعب وخارج الملعب وبالتالي إن شاء الله نشوف تأثير كهربا مع النادي الأهلي في مثل هذه المباراة طيب خلينا نروح لزميلنا كالعادة زميلنا كريم أحمد من أرض أو من فندق الإقامة يقول لنا ماذا حدث اليوم أو خلال اليوم بالكامل في فندق إقامة النادي الأهلي فضل يا كريم مسائل خير عليك كابتن إسلام الشاطر ومسائل خير على كل مشاهدين وكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان كالعادة من خلالها كابتن إسلام ومن خلال ملعب الأهلي بين الكل الكواليس والأخبار الخاصة به فريق النادي الأهلي سواف بطولة الدور العام في البطولة الأفريقية نحن طبعا نارضة مباراة هامة ومرتقبة وكل مباراة النادي الأهلي هي مباراة كؤوس الحفاظ على لقب بطولة الدور العام هو الشيء الأصعب طبعا بالنسبة لكل الفرق وتحديدا كمال لنادي الآن أنت تحافظ على المكان الكبير اللي أنت وصلت لها والعدد الكبير والرقم القياسي في حصد بطولات الدوري العام فمحتاج مجهود كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللاعبين من المنظومة بشكل كامل لأنه ضغط كبير جدا كابتن إسلام بالنسبة للمباريات يعني إحنا سبع مباريات في الشهر يناير إحنا عدينا خلاص مباريات المقصة تبكرنا مباراة نادي مصري وخمسة واحد بلتنيوم 11 واحد طنطة 15 واحد المقاولون 19 واحد نجمل سحلي 24 واحد وإنبي 27 واحد فيمكن ضغط كبير جدا بنخسر طبعا عدد كبير من اللاعبين طبعا اللي فيه طبعا منهم اللاعبين هتعود إن شاء الله قريبا للسفوف النادي الآلي ومنهم اللعبة لسه شوية الوقت معاهم أمثال سعد ورمضان الصبح اللي إن شاء الله نتمنى لهم كل الشفاء العاجل خلال المرحلة القادمة قبل كل شيء كابتن إسلام وقبل ما نتكلم في الكوليسة الخاصة بيه المباراة ومباراة نادي الآلي وإفسي مصري اليوم على استادة القيرة حابين طبعا نواجه كل الشكر وتقدير بدايتها من مجلس إدارة النادي الآلي برئاسة كابتن محمود الخطيب مرورا بكافة الإدارات وتحديدا إدارة التسويق على النهاء الصفقة اللي كنتمنتظر طبعا من كل جمهور النادي الآلي هو محمود عبد المنعم كهربا بالفعل المجود اللي بوزل خلال المرحلة الماضية زي ما قلنا العميد محمد مرجان كمان اللي النهاردة كان متواجد في الاتحاد المصري لكرة القدم لأن ممكن كان فيه لغة كبيرة خلال الأيام أو الساعات الماضية لكن حسم الأمر تماما وأصدل السطار على هذه الصفقة ووصلت بالفعل البطاقة الدولية والنهاردة كمان صباحا تم استخراج الكرنيل خاص بيه الاتحاد المصري لكرة القدم اللي من خلاله إن شاء الله محمود عبد المنعم كهربا يكون متواجد فيه قائمة المباراة منتظرين يكون في الملعب إن شاء الله كابتن إسلام منتظرين يكون في التشكيل الأساسية وعلى دكة قلب ودلاء لكن خلاص يعني إداريا بالنسبة لأمور الإدارية الخاصة بالإجراءات انتهت بشكل كبير الدور اللي جاي بقى على كهربا الرد يكون في الملعب جمهوري نادي الأهلي منتظر منه الكثير خلال الأيام القادمة عندنا بطولات عديدة وهو كمان أكيد هيبعاز يصنع مجد شخصي لي وأيضا كمان يصنع مجد للنادي الأهلي بجانب التاريخ الكبير لنادي القرن النادي الأهلي 21 لعب في قائمة المباراة وهي دي النقطة اللي حابين طبعا كابتن إسلام في البداية كل المواقع وكل الأمور كتبة طبعا وكل المواقع الخاصة به التشكيل كتبة 22 لعب مهاردة عايز أقول لك قبل ما أتكلم حسام عشور خارج القائمة القائمة مكونة من الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وليد أزارو وليد سليمان أيمن أشرف ديانج عمر السلية مروان محسن محمد مجدي أفشا علي معلول أحمد الشيخ أحمد فتحي صلاح محسن جونير أجاير جيرالدو محمد هاني ومحمود عبد المنعم كهربا كل اللي طبعا المواقع ممكن كتبا حسام عشور متواجد في القائمة لكن من خلال سؤالنا وتوجدنا في فندة لقامة ممكن خرج هو من الاختيار عنده ألام بسيطة كده في الحود ففضل الجهاز الطب يكون حسام عشور خارج قائمة المباراة وبالتحديد كمان يكون خارج المباراة نتمنى له الشفاء العاجل عندنا إصابات عديدة كابتن إسلام لكن يعني ندينا إن شاء الله ثقة كبيرة في كل اللاعبين وفي الجهاز الطب اللي بيقوم بدور كبير جدا لتأهيل كافة اللاعبين لأن المرحلة اللي جاية مرحلة هامة ومرحلة فيها مباريات وفيها موجهات عديدة جدا على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي الغيابات عايز أكلمك عليها للرؤية الفنية وأيضا كمان للإصابات والتأهيل للإصابات نقدر نقول شريف إكرامي حسين الشحات محمود وحيد عمار حمدي الرؤية الفنية لمستر رينيفايلر حسين السيد وصالح جمعة للإصابات المطوالة شوية بالنسبة للعبين وهي رمضان صبحي سعد سمير حمدي فتحي كريم مندفد ومحمد محمود الأمور الحمد لله ماشية بشكل طيب جدا ومعيزة كبت إسلام في فندو الإقامة الأمور الاعتهدية بالنسبة للفطار والغدى الخاص بيه اللعبين المحاضرة النهائية طبعا نكون في فندو الإقامة ومنها مباشرة على استاد القاهرة اللي يستقبل المباراة اليوم إن شاء الله من خلالها كبتن إسلام ننقل كل الصورة نكون في الاستاد متوجدين معاك للجو نتكلمك عليه أرضية الملعب سايقهرة طبعا منشاة رياضية رائعة جدا والطفرة الكبيرة جدا اللي تمت فيه خلال الأيام الماضية والسنة اللي فاتت بالتحديد يعني نخلي الموضوع نقدرش نتكلم على أرضية الملعب كل الأمور الحمد لله مهيا لكن أكلمك إن شاء الله على الجو ودرجة الحرارة متوقع أن يكون درجة الحرارة بالليل يعني يكون برد شوية في استاد القاهرة لكن إن شاء الله يكون جو كروي بإذن الله يعني عكس على اللعبين يعني عكس على مستر فيلر يكون موفق إن شاء الله في اختيار التشكيل ليخود به مباراة اليوم وأيضا كمان نخش في المباراة سريعا يعني بلغة الكورة وشخصية النادي الآلي من أول دقيقة كل الاحترام الأكيد لنادي أفسي مصر وده اللي اتكلم عليه كابتن سيد ومستر ريني فيلر مع اللعبين مش هنبص للنتيجة ومش هنبص للترتيب لنقاطه لعدد المباراة على قد من إحنا هنبص على الرد يكون داخل المستطيل الأخضر من أول دقيقة لآخر دقيقة اللعب على قلب الرجل المواحد وشخصية النادي الآلي هي الهدف الوحيد لكل اللعبين إن شاء الله كابتن إسلام مجرد وصلنا ملعب المباراة كم معك تشكيل الفرقين كل الأجواء الحضور كل الأمور الخاصة إن شاء الله كون من خلالك ومن خلال ملعب الأهلي عود لك يا كابتن إسلام شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد دايما بيقول لنا كل الأخبار فيما يخص أرض الملعب أو حتى في فندق الإقامة بالوقت آه حالا نادي طنطة أحرز التعادل ضد نادي الزمالك في ثاني مباراة الإسبوع الاثنشر أو ثاني مباراة اليوم اللي بتلعب النهاردة إذن النتيجة حتى هذه اللحظة تقريبا في الدقيقة 43-44 بيحرز نادي طنطة هدف التعادل ضد نادي الزمالك هنشوف بقى وحنوالي حضراتكم دائما بنتائج هذه المباراة طيب خلينا ننتقل إلى بعد نهاية المحاضرة الفنية واللعبين في الاتجاه إلى الأوتوبيس الخاص بالنادي الأهلي للانتقال إلى استاد القاهرة ملعب المباراة صلاح محسن ومن شوية كان كهرباء ووليد أزارو وبقية عمرو محب وبقية اللاعبين والإدارة أو الجهاز الفني بالكامل اللي حيث دائما بيكون متواجد مجموعة من اللاعبين أمام حضراتكم صالح جمعة كابتن سال عبد الحفيز طبعا مدير الكرة في النادي الأهلي الجميع الآن بيتجه إلى الأوتوبيس الخاص بالنادي الأهلي للانتقال إلى استاد القاهرة وليد سليمان ياسر إبراهيم بقية اللاعبين سيكونوا متواجدين أمام حضراتكم بعد قليل محمد الشناوي أو مش بعد قليل أهو أمام حضراتكم على الهواء مباشرة رامي ربيعة بينتقلوا الآن إلى الأوتوبيس الخاص بالنادي الأهلي عشان يروحوا طبعا استاد القاهرة صلاح محسن أيمن أشرف علي معلول أحمد الشيخ محمد هاني مروان عمر السلية بقية اللاعبين جيرالدو وأليو ديونج وليد أزارو أحمد فتحي كهرباء مع مجدي أفشة الاثنين قادمين أهو أمام حضراتكم دايما بنكون حرسين على التواجد دائما داخل كل الكواليس وداخل كل ما يحدث لفريق النادي الأهلي من خلال قناتكم قناة النادي الأهلي ومن خلال أيضا ملعب الأهلي على قد ما بنقدر بنجيب لحضراتكم الكواليس وما يحدث قبل بداية المباراة وأيضا بعد نهايةها كابتن سامي أمصان الآن بيتجه جميعا إلى الأوتوبيس الخاص وبعد كده بالنادي الأهلي وحينتقلوا إلى أستاذ القاهرة هذا الأستاذ الرائع اللي هتقام عليه هذه المباراة الهامة جدا في الأسبوع الدموش لنيفايلر طبعا المدير الفني لنادي الأهلي مع كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي كابت سيد بيشرب شيء كتير اليومين دول ماشي فيش مشكلة أعتقد دي تعليمات النهائية ما بين السائق الأوتوبيس والأمن علشان هنشوفوا هيمشوا إزاي وزي ما حضراتكم شايفين الأوتوبيس الآن بيتجه إلى ملعب المباراة في أستاذ القاهرة الآن على الهواء مباشرة مع حضراتكم طبعا لحظات وصول الفري الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أستاذ القاهرة هنجيبها لحضراتكم طبعا أول ما يوصله إن شاء الله إلى ملعب الأستاذ القاهرة طيب خلينا بقى نروح كالعادة لجرافيك هذه المباراة دوري العام المصري مسم 2019-2020 مباريات اليوم المقولين العرب بيتعادل إيجابيا في تمام الساعة الثانية والنصف واحد واحد مع مصر المقصة ثاني المباريات طنطة والزمالك في الإسبوع الـ 12 وما زالت النتيجة أعتقد الشرط الأول انتهى ولا لسه شباب انتهى الشرط الأول بالتعادل الإيجابي ما بين طنطة والزمالك إن شاء الله ننتظر بقى الشرط التاني وماذا سيحدث فيه الشرط التاني ثالت مباريات اليوم الحد 5 يناير 2020 النادي الأهلي سيلاقي نادي مصر في تمام الساعة السابعة والنصف على استاذ القاهرة بقية مباريات الأسبوع الـ 12 الثلاث سبع يناير الأسوان حيلعب مع الجونا ساعة 2 ونصف الانتاج الحربي حيلعب مع المصري الساعة 5 أيضا بيرامد سيلاقي النادي الإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة مباريات يوم الأربع 8 يناير طلقع الجيش الساعة 2 ونصف حيلعب حرص الحدود الأسبوع الـ 12 أيضا سموحة سيلاقي وادي دجلة الساعة 5 ونهاية مباريات الأسبوع الـ 12 أمبي سيلاقي نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة ونصف طيب مباريات اليوم إن شاء الله في ملعب الأهلي النهاردة الحد 5 يناير الأهلي مع نادي مصر موقف النادي الأهلي في الدوري العام المصري 9 مباريات 9 فوز لا تعادل لا خسارة 25 هدف سجلهم النادي الأهلي استقبل النادي الأهلي هدف وحيد 27 نقطة في المركز الأول نادي مصر لعب 11 مباراة فاس في 2 تعادل في 5 خسر في 4 سجل 7 أهداف استقبل النادي 12 هدف 11 نقطة في المركز 13 نتيجة المباراة سابقة لنادي مصر فاز على نادي تانتا بهدفين مقابل هدف كان داك طبعا كان في الأسبوع 11 أما النادي الأهلي بيفوز على مصر المقصة بهدفين مقابل لا شيء أيضا في الأسبوع 11 النادي الأهلي أحرص 25 هدف موزعة كالقاتي على 90 دقيقة 3 أهداف من الدقيقة 1 للدقيقة 15 هدفين من الدقيقة 16 للدقيقة هدفين أيضا من الدقيقة 31 للدقيقة 45 مع بداية الشهوط الثاني من الدقيقة 46 للدقيقة 60 خمس أهداف ثم من الدقيقة 61 للدقيقة 75 6 أهداف وفي الربع ساعة الأخيرة 7 أهداف نادي الأهلي استقبلت شباكه هدف وحيد كان في الربع ساعة قبل الأخيرة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 هو دا الهدف الوحيد لاستقبلته شباك النادي الأهلي أما توقيتات إحراز أهداف أحرزها نادي مصر كالآتي في أول ربع ساعة من الديئة واحد إلى الديئة خمستاشر لم يحرز أي أهداف من الديئة ستاشر للديئة تلاتين تلات أهداف من الديئة واحد وتلاتين للديئة خمسة وربعين هدف وحيد أما في الربع ساعة الأولى من عمر الشوت الثاني هدف وحيد ثم آخر ربع ساعة هدفين وكده يبقوا سبع أهداف أما الاتناشر هدف لاستقبلتهم شباك نادي مصر موزعة كالآتي هدفين في أول ربع ساعة ثم ثلاثة أهداف في تاني ربع ساعة وتلات أهداف في آخر ربع ساعة في الشوت الأول مع بداية الشوت الثاني هدف وحيد وبعد كده في الربع ساعة قبل الأخيرة هدف وحيد ومن الديئة ستة وسبعين الديئة تسعين هدفين المباراة القادمة للنادي الأهلي إن شاء الله هتبقى يوم 15 يناير بس ما تنسوش إن إحنا إن شاء الله يوم 11 يناير عندنا مباراة النادي الأهلي مع نادي بلاتينيام هناك في زنبابو المباراة القادمة للنادي الأهلي في الدوري العام المصري هتبقى يوم الأربع 15 يناير في الإسبوع الثلاثتاشر في تمام الساعة السابعة والنصف الأهلي سيلاقي نادي طب أما المباراة القادمة لنادي مصر هتبقى يوم السابت 11 يناير هيلعب مع المقاولين العرب في تمام الساعة الخامسة طيب طاقم التحكيم لهذه المباراة مباراة نادي الأهلي ونادي مصر حكماً للساحة كابتن محمد عادل حكم مساعد كابتن أحمد حسام طه أيضاً حكم مساعد تاني كابتن رجب محمد أما الحكم الرابع كابتن شريف حسن طيب دي كانت آخر حاجة معاناً النهاردة خلنا بقى نروح نشوف ماذا قالت صحف اليوم عن هذه المباراة هنبدأ دايماً من أخبار اليوم الليلة تعزز صدارة أمام مصر النسر الأهلي على موعد مع الصيد السهل والحقيقة بالنسبة لي في بعض العنوين طبعاً كل واحد حر جريدة الأخبار جريدة كبيرة جداً ولكن بالنسبة لي موضوع الصيد السهل ده فريق مصر ليس صيداً سهلاً للنادي الأهلي كل مباراة الدولي العام دائماً مباراة صعبة اللي بعد كده أما في الأهرام الجولة الـ 12 لبطولة الدولي تنطلق بتلت مباراة اليوم قطار الأهلي يصل إلى محطة مصر والزمالك ينتظر الكرامات المقولين العرب يطمع في تأمين الوصافة أمام المقصة الباحث عن منطقة الأمان أما من الجمهورية يواجه إبسي مصر مساء اليوم أهلي العلامة الكاملة يبحث عن فوز جديد موسيقى أما من جديدة الوطن الأهلي يتحدى نادي مصر للابتعاد بقمة الدوري عودة أجاييه غياب الشحات ووحيد وعبد الناصر محمد يطالب لاعبيه بتكرار سيناريو مفاجأة الزمالي الأهلي يسعى للابتعاد بالصدارة على حساب مصر وفايلر يحذر لاعبين من الاستهانة بالمنافس والرعونة أمام المرمى وعبد الناصر يتطلع لتحقيق المفاجأة ده كان من جديدة المصري اليوم موسيقى ضمن مباريات الجولة الفانية عشر للدوري العام المصري الأهلي يواجه نادي مصر في مهمة البحث عن الفوز العاشر توالع بايلر يأمل معادلة رقم الألماني بايتسا وعودة أشرف عودة أشرف وأجيب وعبد الناصر محمد يبحث تكرار سيناريو الزمالي طبعا ده من جديدة المساء أما من جديدة الشروق وآخر حاجة معنا الأهلي يواجه افسي مصر ولا بديل عن النصر الأحمر يتهم التحقيق الكرة بإثارة الأزمات أمام قيد كهرباء هنتكلم لسه في الموضوع ده مع حضراتكم كتير ولكن مش النهاردة يعني خلينا الوقت تاني إن شاء الله نقدر نتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع لأنه في حاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها لكن مش وقتها النهاردة إن شاء الله بعد المباراة أو إن شاء الله في الحلقة القادمة الملعب الأهلي هنقول لحضراتكم بعض الأسرار الخاصة بما حدث اليوم في موضوع قيد كهرباء ولكن مش وقت النهاردة عموماً دي كانت أخبارنا والصحف وماذا قالت وبعض المواقع وماذا قالت خلينا بقى نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الأولى دكتور أحمد سابت أهم نقاط الضعف والقوة في فريق مصر بعد هذا الفاصل نستقبل دكتور أحمد سابت اشتركوا في القناة 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 نقاط الضعف والقوة في فريق مصر هنتكلم عنها في الفقرة التالية زكا دكتور أحمد الحمد لله كلوا تمام الحمد لله خلانا بقى نبدأ النهاردة بفريق مصر ايه رأيك في هذا الفريق يعني فريق طبعا فريق نادي مصر ممكن يعني اللي يبص مثلا عنه هو جايب سبع أهداف بس من أضعف خط الهجوم في الدورة يفتكر انه فريق ضعيف ولكن هو بصراحة فريق قوي وأنا شايف أن مباراته النهاردة أصعب من مبارات مصر المقصة ها فريق قوي جدا على المستوى البدني فريق نادي مصر فريق كمان ممكن ميزة كابتن عبد الناصر محمد بيلعب اللي هو ايه بيلعب منتومان نفس طريقة كورة السلة وكورة اليد بالزبط ففريق قوي جدا على المستوى البدني من أكتر الفرق اللي بتكسب الكورة التانية في قسط الملعب فريق نادي مصر كمان بيلعب على اللي هو منتومان يعني ايه منتومان يعني احنا هنلاقي النهاردة مثلا النادي القالي لو بلعب اربعة اتنين تلاتة واحد هللاقي كل واحد معه واحد هو هو بيدفع كده طريقة اللي هي الطريقة القديمة بتاع الكرة السلة ديت هو عنده كده كل واحد معه واحد فهتلاقي كل يعني منتومان تلاقي مثلا لو لعب هنا مثلا احمد الشيخ هتلاقي معه واحد لعب ازارو هتلاقي معه واحد لعب كهرباء هتلاقي معه واحد كل واحد معه دي الطريقة بتاعت نادي مصر مع كابتن عبد الناصر محمد طريقة المنتومان ايه كمان بيعتمد على كاسب الكرة التانية بشكل كبير جدا وبالتالي النهاردة اي صنائي لارتكاس بتوع النادي الاول اللي هم عمر السلية مثلا وقاليو ديانج هيبقى عليهم دور مهم جدا في كاسب الكرة التانية المباراة النهاردة هتبقى اقوى من مباراة نادي المقصة خاصة على المستوى البدني فرقة قوية جدا جدا على المستوى البدني الحاجة التانية بيلعبه بطريقة المانتومان طريقة رزلة لازم الحل الفاردي فيها مهم جدا لازم تفوت في واحد على واحد مهمة جدا لازم تشوت كتير لازم تلعب على القرات العرضية هنشوف هنتكلم في انقاط الضعف اللي عندهم ولكن بصفة عامة كده هي مباراة نقدر نقول مباراة عنيدة النهاردة للنادي خلينا نروح بقى لبداية المقارنات ما بين ريني فيلر وعبد الناصر محمد كابتن عبد الناصر محمد طبعا المدير الفني هعمل معهم شغل محترم وفرقة هي فرقة بتعمل كل حاجة في الكورة إلا حاجة واحدة بس هي التهديف لو عندهم راس حربة أو اشتروا راس حربة في شهر يناير أعتقد أنه هو هيفري معهم جامد جدا بيوصلوا للجوم كتير جدا ولكن عندهم مشكلة عمك هجومي واضحة اللي هي نبص على الأرقام هتأكدها الأرقام يمكن هو عنده تسعة واربعين سنة لعب معهم حداشر مباراة كسب اتنين اتعادل خمسة خسر أربعة أربعة ده رقم قليل بالنسبة للفريق لسه صعد حديثا يعني أحرزه سبع أهداف فهنا بقى تكمل المشكلة الموجودة في نادي مصر إن هو فريق بيوصل للجوم كتير جدا عدد محاولاته على المرمى كبيرة ولكن عندك مشكلة في العمك التهديفي بينقصهم الفيرود المهاجم الخطف اللي بيخلص من نص فرصة وده الفرق ما بينه وما بين النادي الأهلي يعني النادي الأهلي طبعا تسعة فوز من تسعة مباريات جايب كم جون النادي الأهلي؟ خمسة وعشرين هدف معدل الأهداف اتنين وسبعة وعشرة للنادي الأهلي مقابل ستة من عشرة فقط لنادي مصر بالنسبة للدفاعات النادي الأهلي دخل شباكه هدف واحد بس حافظ على نظافة شباكه تمانية من تسعة ماتشاط أما نادي مصر دخلت شباكه اتناشر هدف برضو رقم يعني يعتبر رقم كبير اتناشر هدف بس مش كبير أو بالنسبة للفريق يعتبر لسه صعد حديثا حافظ على نظافة شباكه أربع مباراة من حداشر رقم كويس جدا برضو بالنسبة للنادي مصر مقابل طبعا تمانية للنادي الأهلي هنا انت مما بقارن لبنك عمل واحدة من المفاجآت بتعادله مع نادي الزمالك مفاجأة برضو ان هو يتعادل مع نادي الزمالك ما هو ده ده اللي حصل قدام نادي الزمالك ايه انهما لعبوا بطريقة المانتومان طريقة المانتومان اللي انت في كل أرجاء الملعب بتقابل لكن الزمان كان يقولك ايه لو اللعيب داخل التواليات خشوا هراه اه هو كده يعني بتسيبوش هو كده اه يعني هو دي طريقتهم النهارة هم كمان على المستوى البدني كويين جدا بيوصلوا للجوم كتير جدا ولكن ولكن على مستوى الفينش هم عندهم مشكلة فيه مدرب بيقول لنا كده فاكرني بأذر انا مش عاعد رأول اسمه طبعا لك لكن فيه مدرب بيقول لنا كده على مستوى الفينش هم عندهم مشكلة في العمق الهجومي بس هيا دي الفكرة يمكن لو بصنا على تشكيلهم المتوقع اللي بيلعبوا به هم بيلعبوا بطريقة لعب اربعة اتنين ثلاثة واحد طريقة اللعب بتاعتهم اربعة اتنين ثلاثة واحد في حراسة المار مع سام سروت يمكن هو ما كانش بيبدأ في بداية الموسم وبعد كده اخد الاتنين المساكين محمود شبانة واحمد جودة محمود شبانة هو الكابتن احمد جودة ده كان قادم من النادي المصري علاء عطا الباك اليمين ده نحط عليه دايرة مهم جدا 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 على عطا لانه يعني هو من احسن اللعيبة مثلا على مستقلات حكرات ولكن عنده مشاكل دفاعية كتير جدا هنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله لو كهرباء سواء بدأ او اخد في الشط التاني ممكن تكون فرصة حلوة لزهور كهرباء ايوه الناحية التانية الباك الشمال مصطفى كلوشا الاتنين الارتكاز اسلام صالح وده اللعيب عنده خبرات لعب في سموحة ولعب في المصري احمد يوسف من ناشئين نادي امبي وتقلق مع امبي وانتقل لنادي مصر صنع الالعاب محمد جمال تريكة بتاعهم الجناح اليمين كلف منديري اللي هو الجناح الكيني واحمد الشيخ اللي هو الجناح الايصر القادم من الاتحاد السكندري ومحمود رامبو يعني دليل وجود لعيب زي محمود رامبو في التشكيلة في اخر مبارتين ده دليل مشكلة اللي قلت حدك عليها اللي هو عندهم مشكلة في العمق الهجومي فبدأ يوظف محمود رامبو اللي هو اصلا بيلعب جناح يمين في طريقة اللعبة بتاعتهم بيلعب جناح يمين بدأ يعني انت تجيب جناح زي هنا مثلا بدأ تجيب الجناح اليمين اللي كان بيلعب جناح يمين تحطه راس حربة عشان عندك مشكلة في الحتة دي وبالتالي دي بقت نقطة كوة واضحة عندهم ان هم بدأ محمود رامبو لما بيلعب محمود رامبو عنده سرعات فهما بيعتمدوا دايما مزيتهم على قرات الاسلوب اللعب المباشر التمرير الطولي وبالتالي انت هتلاقي النهاردة تمريرات طولية كتير جدا في ظهر الاتنين المساكين بتوع النادي الاهل رامي ربيعة ومحمود متولي هتلاقي فيه أو أيمن أشرف لو بدأ هتلاقي فيه تمريرات طولية كتير جدا لمحمود رامبو اللي هو الجناح اللي تم توظيفه كمهاجم وهمي بينزل يسقط للخلف عشان يبدأ يفتح مسحقة للقادمين من الخلف ومحمود رامبو مسجل هدفين في آخر مطشين لنادي مصر تمام نبص بقى على نقاط الكوة بتاعتهم كيف أسجل كيف أسجل نادي مصر سبعة أهداف في 11 مباراة نقاط الكوة بتاعتهم يعني هم مسجلين سبع أهداف قلنا المعدل بتاعهم ده يمكن مش كبير قوي أن انت تسجل سبع أهداف وعندهم مشكلة ولكن برضو إزاي هم بقى بيسجلوا السبع أهداف دول من السبعة تلاتة تمرير طولي في العمق نقطة مهمة جدا اللي هي 42.8% من 10% تلاتة تمرير طولي من سبع أهداف نقطة مهمة جدا بعد كده الكرات العرضية من الجبهة اليسرى المميز بيها مصطفى كلوشة الزهير الأيصر 28.5% بعد كده 28.5% ضربات جزاء عايزين نشوف أمثلة للتمرير الطولي اللي في العمق اللي احنا بنتكلم عليه والكرات العرضية من الجبهة اليسرى هنبص على الصورة الأولانية نشوف الأهداف بقى ازاي جت؟ الحالات الفنية نبص نلاقي ده هدف لنادي مصر من تمرير طولي في العمق كان فين في شبك مصر المقصة في المباراة القبل الأخيرة بص حدك هتلاقي تلعب التمرير طولي في ظهر الدفاع ما بين السردباكين ما بين الاتنين المساكين تلعب الريضا لويشي اللي هو نزل بديل في المباراة دي وسجلها إذن ده أول صورة احنا بند مثال للتمرير الطولي الحزر النهاردة من التمرير الطولي في ظهر دفاعات النادي الأهلي الهدف اللي بعده النادي الأهلي لأستاذ القاهرة مع حضراتكم على الهواء مباشرة دايما بنحاول نحط حضراتكم دائما في وسط الأحداث سواء في فندق الإقامة أو في ملعب المباراة ما قبل المباراة وما بعد نهاية المباراة لحضرات الوصول حالا دلوقت معاكم على الهواء مع حضراتكم على الهواء مباشرة اللاعبين بقى وجهاز الفني من قلت أسمعهم وهم داخلين فزي ما حضراتكم شايفين الآن وصول اللاعبين إلى ملعب استاذ القاهرة وبيتجهوا بقى إلى غرف خلع الملابس طيب طيب نكمل كلامنا بقى على الحالة الفنية الطولية ده الهدف بتاع الماتش الأخير اللي هو كان في شباك طنطا نبص على الكرة اللي لعبها تقريبا مع أحمد يوسف اللي هو لعب الارتكاس دي الصورة اللي فوق لما كان لسه الكرة فين في وسط الملعب تمرير طولي الصورة اللي تحت لما وصلت تلعب التمرير الطولية الساهم هو معمول الساهم الأبيض عشان توصل للمهاجم تمرير طولي أزا الخطر النهاردة برضو بنحذر من التمريرات الطولية في ايه؟ في ظهر مدافعنا للأهل خاصة تحديدا للعب محمود رامبو اللي مدرب عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر بدأ يعتمد ويوظفه كمهاجم بعد ما لقى عنده مشكلة في العمق الهجومي طيب هدف بقى في شباك ودي دجلة كيف أحرز هذا الهدف نادي مصر في شباك ودي دجلة في شباك الاتحاد السكندري فيه هدف كمان برضو في الاتحاد السكندري تمرير طولي قابله تمام نفس الفكرة بالزبط هو تمرير طولي نفس الفكرة تلعبت برضو تمرير طولي دولي التلات اهداف وكانوا في المباراة الاخيرة اه فالملحوظة هنا ان هو بدأ يعتمد على التمريرات الطولية تمام نبص على الهدف اللي بعده لحضاك بتتكلم عليه اللي هي العرضيات من الجبهة اليسرى لمصطفى كلوشا ده برضو هدف منهم في شباك ودي دجلة واحد من الباكات اللي عرضياتها كويسة او مصطفى كلوشا يمكن هو على المستوى الدفاع مش قوي لكن على المستوى الهجومي عنده عرضيات محترمة جدا تمام زي ما احنا شايفينها كده زمالك بقى نبص بعد كده برضو جابه جون من الجبهة اليسرى اه من الجبهة اليسرى كان الكرة عرضية تلعبت من وراء عبدالله جمعة وبعد كده تصلحت سجلها تقريبا مصطفى سلطان اللي هو المهاجم او كان المهاجم اللي هو سجلها برضو تلعبت لإسلام صالح إسلام صالح لعبها إذن الجون جي من كرة عرضية من الجبهة اليسرى إذن أخطر حاجتين النهاردة لنادي مصر حاجتين أول حاجة التمريرات الطلية اللي في ظهر ادفاع النادي الأهلي جابوا منها ثلاث أهداف من السبعة الحاجة التانية الكرات العرضية من الجبهة اليسرى بتاعة مصطفى كلوشا إذن لازم النهاردة محمد هاني لو بدأ نحية اليمين يخلي باله من الكرات العرضية والمساحات اللي وراء من بتاعة مصطفى كلوشا الحاجة التانية محمود متولي ورمي ربيعة أو أيمن أشرف لو بدأ يخلي بالهم من التمريرات الطولية اللي هتتلعب فيه اللي هتتلعب في ظهرهم لأن خاصة أن احنا بنلعب دفاع متقدم وبالتالي من السهل جدا أن أنت هتتضعب بالتمرير الطولي ده فلازم تخلي بالك من الاتنين المساكين دول يكونوا بيرجعوا ويكونوا واخدين حذرهم من التمريرات الطولية اللي هتتلعب فيه ظهرهم طيب خلينا بقى نروح لمتى سجلت نادي مصر أهدافه لأيه النقاط القوى دي مصر هنبص لها أن هم هم مسجلين من الربع ساعة التانية اللي هي من الدياء خمستاشر للدياء تلاتين مسجلين فيها تلات أهداف قدامنا على الشاشة اتنين واربعين وتمانية من عشرة ده تلات أهداف الفترة الزهبية والفترة الزهبية التانية اللي هي آخر ربع ساعة من المباراة تمانية وعشرين ونص إذن أهم فترتين في المباراة الفترة اللي هي في النص ساعة الربع ساعة الأولى الربع ساعة التانية من المباراة من الدياء خمستاشر للدياء تلاتين مسجلين فيها كام هدف تلاتة والربع ساعة الاخيرة وبرضه الربع ساعة الاخيرة من الشوط الاول اذا فريق على المستوى البدني بيمتاز بالقوة البدنية بدليل انه دايما بيسجل اكتر في نهاية الاشواط وكمان الفترة الزهبية بتاعتهم الربع ساعة التانية لكن ما بيسجلوش ولا هدف او الربع ساعة من الشوط الاول ولا او الربع ساعة من الشوط التاني والاحصائية دي بتأكد ايه؟ على المستوى البدني. اللي احنا اتكلمنا فيها ان هم مميزين جدا على المستوى البدني. طيب. نادي مصر استقبلت شباكو اتناشر هدف. اه. اتناشر هدف طبعا نقاط الضعف بتاعتهم بتوضح لك. الاحصائية دي بتوضح لك هي نقاط الضعف بتاعتهم ايه? ازاي هم بيستقبلوا الاهداف? هنبص الله ان هم استقبلوا اتناشر هدف. منهم خمسة اختراق وعرضية من الجبهة اليمنى لنادي مصر. اذا الجبهة اليمين اللي هي اللي بيلعب فيها ناحية اليمين مثلا. قهربة. لعب في اي حد ناحية اليمين. جرالدو. من الاعالي معلول. الحتة اللي هي فيها الجبهة اليسرى بتاعت النادي الاهلي. والجبهة اليمنى بتاعت نادي مصر. هم. اللعب كله لازم يكون من عليها النهاردة. ليه? لان الجبهة دي واضح ان هي عندهم نقطة ضعف واضحة. دخل فيها خمس اهداف من اتناشر لنادي مصر. بنسبة اتنين واربعين في المية. يعني واحد واربعين وستة. نسبة كبيرة. بعد كده في اتنين ضربات جزاء. اتنين ضربات ركنية. اتنين تمرير طولي في العمق. واحد كرة عرضية من الجبهة اليسرى لنادي مصر. طيب خليل رح نشوف بقى الصور اه الاهداف. نبص بقى على حتة الجبهة اليمنى اللي تكلمنا فيها النهاردة. اللي هي مثلا هلعب فيها علي معلول. اللي هي الجبهة اليسرى بتاعت النادي الاهلي اللي هي اليمنى بتألفها على عطا. اللي هي الجبهة دي. تحديدا اللي حيبقى فيها مسلا لو بدأ او اي حد هنا سواء كهربة مسلا وعلي معلول. وايه على عطا هنا. الجبهة دي مهمة جدا ان انت تختارك منها. عندهم مشكلة واضحة. نبص على الهدف الاول اللي جابه النادي المصري في نادي مصر. هنبص نلاقي ان مثلا مفتاح تعطى العاب النادي المصري عدى ورقص وشاط وجاب جن من تلك الجبهة. العاب اللي هو اهدا هناك ده اللي هو الباك اليمين على عطا. فازن ده اول اهداف نادي مصر. اول اهداف اللي جات في نادي مصر. اللي هي اختراك من الجبهة اليمنى. الصورة اللي بعدها برضو. مباراة مصر المقص. اللي هي اللي كانت قبل الاخيرة. اللي هي بتاعت ميدو جابر. اللي هي ان ميدو جابر عدى من على عطا. من اللي هو الجبهة اليمنى ورح عامل عرضية جات جون. ادي الصورة قدامنا على الشاشة. او اللي فوق. العرضية بتاعت ميدو جابر اه. جات جون. اذا الجبهة دي نقطة ضعف واضحة. لازم تلعب من خلالها. لازم تقطر التمريرات الطولية في الجبهة دي لازم اختراكك النهاردة يكون مثلا 60% من الجبهة اليسرى و40% من الجبهة اليمنى تحديدا لان دي نقطة ضعف واضح عندهم الصورة اللي بعدها هدف النادي الاسماعيلي نفس الجبهة برضو محمد الشامي لعب النادي الاسماعيلي عدى من الجبهة دي وعمل كرة عرضية لعمام طارق اللي هو اللعيب الارتكاز وروح داخل وشايت في الصورة اللي تحتها وجايبها جهود اذا هدف من كرة عرضية من اختراك وكرة عرضية من الجبهة اليمنى لنادي مصر برضو بنفس الاسطايل الصورة اللي بعدها برضو هدف ده برضو للنادي المصري من كرة عرضية يمكن الحارس اخطأ فيها بتقديرها ومن ساعتها الحارس ده ببدأ هو اللي يلعب عصام صروة الهدف اللي بعده برضو هنلاقي الانتاج الحربي من نفس الجبهة فاذا كل الاهداف جاية او تلات تربع الاهداف جاية من الجبهة دي نركز عليها بشكل واضح ده اول صغرة الصغرة التانية عندهم التمريرات الطولية اللي في العمق عندهم مشكلة واضحة في العمق سهل جدا ان انت يبقى عندك سرعات النهاردة عودة جونيور اغيلة وبدأ ان شاء الله بشكل اساسي فهو مميز جدا في حتة العمق دي تقدر ان انت تستغله مع وجود برضو وليد ازار ومع وجود صلاح محصن سرعاتهم برضو ده هدف لصالح الانتاج من تمرير طولي برضو من تمرير طولي نبص برضو هنلاقي نادي الزمالك اهو بص ده هدف نادي الزمالك فيهم كرة لعبة تمرير طولي بنفس اللعبة وعلى عطاها خلي بالك اول باك رايت هو برضو اللي مغطي رغم ان علاقة عطا ده من في الارقام من اكتر اللعبة قطع اللقرات في الدوري يعني تقريبا رقم اربعة او خمسة لكن على مستوى الوقفة وعلى مستوى التمركز عنده مشاكل دفاعية طيب توقيتات الاهداف بقى استقبلها امتى توقيتات الاستقبل الفترة الزهبية اللي النادي اللقرات ان شاء الله يعني يسجل فيها بإذن الله من دياء خمسة عشر للدياء تلاتين ومن دياء تلاتين للدياء خمسة واربعين اذا الربع ساعة التانية من المباراة والربع ساعة التالتة اللي هي في الشرط الاول ده الفترة الزهبية لان نقدر بعد ربع ساعة نقدر ان شاء الله تحديدا في الشرط الاول كل الاهداف دخلت في نادي مصر في الشرط الاول اغلبها معظم 25 و 25 و 50 و 16 دخلت في حوالي 66 و 18 يعني بتتكلم في أغلب الأهداف في الشوط الأول فده يأكد برضو أن هم في الشوط التاني بيبقوا بدنياً عليين لكن في الشوط الأول بيبقى إحنا نقدر نستغل تخلص الماتش من بدري من الديئة 15 للديئة 30 ومن الديئة 30 للديئة 45 استقبلوا 6 أهداف في الفترة دية الفترة الزهبية غير هدفين في أول ربع ساعة وبالتالي أنت بتتكلم فيه 14 هدف 3 أو 3, 6 أو 2 8 أهداف من 12 في الشوط الأول 8 أهداف من 12 نسبة كبيرة إذن عند الفترة الزهبية هي الشوط الأول خلابا نروح للمقارنات المقارنة ما بين يعني على آخر مباراة وليد سليمان ومحمود رمب يعتبر الهدف هنا أو يعتبر الهدف هنا وهدف هنا هدف وليد سليمان وهنا محمود رمبو في آخر مباراتين مسجل هدفين وليد سليمان 35 سنة محمود رمبو 27 سنة وليد سليمان لعب الموسم دع 10 مشاركات وعلى فكرة أكتر لعب شارك مع النادي الأهلي خلال تولي فترة ريني فايلر هو وليد سليمان أيه وليد سليمان لعب في الدورة 311 دقيقة مسجل 5 أهداف وما صنعش ولا هدف أما محمود رمبو لعب 5 مشاركات الموسم ده عنده 27 سنة بـ 424 دقيقة مسجل هدفين وما صنعش ولا هدف طيب نروح للمقارنة التانية مجدي أفشا أو أنا آسف خلينا نروح للأول جونيور أجاية وكليف منديري الجناح هنا والجناح هنا أو المهاجم هنا المهاجم الوهم هنا والمهاجم الوهم هنا كليف منديري اللي هو الجناح الكيني عنده 24 سنة أما جونيور أجاية من نيجيريا عنده 23 سنة جونيور أجاية 8 مشاركات الموسم دوت بـ 602 دقيقة مسجل هدفين وعنده أسست واحد يعني مسجل في 3 أهداف أما كليف منديري اللي هو رقم 11 في نادي مصر اللي بيلعب نحي تليمين اللي حيلعب وراء في المساحات اللي وراء علي معلول لعب أربع مشاركات الموسم ده بـ 244 دقيقة ما سجلش ولا هدف وما صنعش ولا هدف حتى الآن مجدي أفشا ومحمد جمال تريكا لعب نادي مصر وصنع الألعاب هنا وصنع الألعاب هنا محمد مجدي أفشا رقم اللعب 19 عنده 23 سنة محمد جمال تريكا رقم اللعب 22 عنده 26 سنة عدد المشاركات هذا الموسم أفشا لعب 9 مشاركات بـ 733 دقيقة أحرص 3 أهداف وصنع هدفين وحصل على ركل الجزاء يعني مساهم في 6 أهداف للنادي الأهلي أما محمد جمال تريكا لعب 6 مشاركات بـ 426 دقيقة ما سجلش وما صنعش ولا هدف حتى الآن أحمد الشيخ لعب النادي الأهلي وأحمد الشيخ لعب النادي مصر السنائي أحمد الشيخ أحمد الشيخ هنا 27 سنة لعب النادي الأهلي أحمد الشيخ لعب النادي مصر 29 سنة عدد المشاركات هذا الموسم أحمد الشيخ لعب 4 مشاركات بـ 216 دقيقة مسجل هدفين في ال216 دقيقة دول ايو اما احمد الشيخ لعب نادي مصر لعب 8 مشاركات ب325 دقيقة مسجل هدفين وما صنعش ولا هدف طيب علي معلول ومصطفى كلوشا الباك الشمال هنا والباك الشمال هنا مصطفى كلوشا برضو واحد من الباكات اللي يعتبر مميزة في الدوري لعب 900 دقيقة بعشر مشاركات عنده 30 سنة نفس سن علي معلول 30 سنة برضو علي معلول لعب 7 مشاركات ب630 دقيقة معلول هو يعتبر افضل زهير ايسر في الدوري مساهم في اربع اهداف يعني اربع اسست واحرز هدفين يعني مساهم في 6 اهداف هذا الموسم حتى الان للنادي الاهلي اما مصطفى كلوشا متسبب ما صنعش ولا هدف وما احرص ولا هدف ولكن هو تسبب في هدف كان في احد العرضيات اللي احنا لسا عرضين محمد هاني وعلى عرض الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا محمد هاني طبعا 23 سنة علا عرض 24 سنة محمد هاني لعب 9 مشاركات الموسم ده ب 676 دقيقة اما علاق عطى 11 مشاركة ب 990 دقيقة علاق عطى ما احرص ولا هدف وما صنعش ولا هدف محمد هاني 2 اسست لو بصينا على رقم الاسست عند محمد هاني هنلاقي 2 اسست وعند معلول 4 اسست وليه الميزة اللي عملها ريني فايلر في الفترة الاخيرة ان الازهرة عندك بتصنع اهداف كتير علي معلول 4 اسست ومحمد هاني 2 اسست رقم كبير يعني 6 اهداف 6 اسستات من الباكات اخر المقارنة معانا النهاردة محمد الشناوي وعصام ثروة حارسي طبعا محمد الحارس الكبير هو اللي بيصنع الفارق دايما لفرقته محمد الشناوي واحد من افضل الفراس او افضل حارس في مصر رقم الحارس 16 31 سنة محمد الشناوي اما عصام ثروة 33 سنة رقم الحارس 16 عدد المشاركات بتاعت الشناوي الموسم ده 9 مشاركات بـ 810 دقيقة حفظ عن نظافة شباكه كان 8 مباريات من التسعة ودخل شباكه هدف واحد بس اما عصام ثروة لعب 5 مشاركات حفظ عن نظافة شباكه ماتش واحد فقط ودخلت شباكه 6 اهداف في 5 مباريات اذا دي كانت نقاط الضعف والقوة في هذه المباراة بالنسبة لنادي مصر خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حستقبل كابتن ناصر عباس اللي حيكون معنا النهاردة لتحليل تاقم او اداء تاقم التحكيم ما قبل المباراة شكرا جدا يا دكتور احمد ان شاء الله حلتقي معاك بعد نهاية هذه المباراة شكرا اللي حضرحكم بالتوفير للأهل ان شاء الله نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كابتن ناصر عباس وتحليل تاقم التحكيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كابتن ناصر خليني ابدأ مع حضرتك باسماء تاقم التحكيم من كابتن محمد عادل حكما للساحة ويعاونه كل من كابتن احمد حسام طه وكابتن رجب محمد وكابتن شريف حسن حكما رابع اردك في تاقم التحكيم بنسبة لهذه المباراة تمام كابتن محمد عادل حكم دولي كابتن اسلام حكم بيتميز بالشخصية خاني نكلم الاول عن محمد ولا ناخد تاقم التحكيم كله محمد مش نكلم على محمد اولا حكم محمد حكم بيتميز بالشخصية لنهاردة كابتن اسلامي اللي هي بتبقى صعبة انك انت تلاقيها في الحكم خلنا نتفك ان الشخصية قبل ما حالك تكمل يا كابتن معلشي خلينا نروح لملعب المباراة مع زماننا كريم احمد يقولينا على التشكيلة الرسمية للنادي الاهلي ولنادي مصر تفضل يا كريم بجد اتحايا لك كابتن اسلامي الشاطر ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي بالفعل تشكيل فريق النادي الاهلي ونادي افسي مصر ابدأ معاك تشكيل النادي الاهلي في حراسة المرمى الشناوي خط ظهر من اليميل للشمال محمد هاني ايمن اشرف ربيعة علي معلول في المنتصف اليو ديانج عمر السلية في نص الملعب جيرالدو محمد مجدي افشا جونيور اجايي وفي الهجوم مروان محسن لاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي محموم تولي وليد ازارو وليد سليمان علي لطفي احمد الشيخ احمد فتحي محمود عبد المنعم كهرباء يبقى كده خرج طبعا من القائمة الخاصة بها الفريق كل من ياسر ابراهيم وايضا كمان مصطفى شبير وصلاح محسن وصل بالفعل طبعا يا كابتن اسلامي الفريقين كالعادة كل الامور الاعتادية في استاد القاهرة الجو لسه يعني من قدرش تحرصت المرمى عصام صروت خط الظهر من اليمين الشمال علاء عطا محمود شبانة احمد اوكا شريف اشرف في المنتصف احمد يوسف ومحمود توبة على الاطراف احمد الشيخ محمود رمبو في الهجوم محمد جمال تريكا واسلام صالح الاحتياطي الخاص بنادي افسي مصر وليد توفيق مؤمن ابراهيم احمد عبد الموجود عبد الرحمن جندية مصطفى سلطان كليف منديرة رضا الويشي شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض الملعب والتشكيلة رسمية لنادي الاهلي ولنادي مصر كابتن ناصر نكابل كرابنا هتكلم عن الكابتن محمد عادي اه تمام كابتن الحاجة الوحيدة كابتن اسلام انك انت كادارة تحكمية ما تدرش تديها الحكم اللي هي الشخصية اللي هي موجودة فيه حتى تعرف انك انت لعبت كرة على مستوى كبير جدا وتعرف كواس قوي ان اللعب اللي هو يكون عنده شخصية يقدر انه عنده قرار وبالتالي دي ما حداش ما حداش اديها لك ممكن ادي لك التحرك ادي لك التمركز ادي لك عناصر اللقاء البدنية من التحمل العام لتحمل السرعة للسرعة الكسوى اديك ازاي بقى عندك كراءة لعب اديك القانون وتفسيره ولكن الحاجة الوحيدة اللي انا ما حداش اديها اللي هي شخصية الحاكم محمد عادل بيتماس بالشخصية التحكمية الكويسة ايضا عنده ميزة كويسة جدا جدا كابتن اسلام وهي ايه كراءة لعب وطرق سليب الفريقين خلي بالك دي مهمة جدا اللي الحاكم يبقى عنده كراءة ازاي ازاي يبقى عارف ان النادي الاهل النهاردة بيلعب بطريقة ايه او النادي المصر بيلعب بطريقة ايه ليه بيقول الكلام دوت ليه لانه هو بتوقف في الكلام ده على جاريه وعلى تحركه في الملعب وبالتالي كراءة طرق ولعب سليب الفريقين مهم جدا جدا الحاكم يبقى عارفها وبيبقى الكلام دوت يعني تقريبا من اول عشر دقيق في الملعب محمد عدل من دين الحاجات الجميلة هو عنده يعني انا بقولي الميزات عنده معيار حسب المخالفات وده قد تختلف من حاكم لحاكم كابتل اسلامي هناك بعض الحكام مثلا بتبقى نفس المخالفة اللي هي الموجودة في التهور ونفس المخالفة اللي موجودة في الإهمال ومع ذلك بتلاقي ان هنا بتتحسب وهنا ما بتتحسبش وعنده العنصر ده موجود بشكل جواس جدا جدا نروح للأحمد حسن طه وحكم دولة ايضا من الحكام اللي متميزين اللي هذا الموسم ماشي بشكل جميل جدا النهاردة ما عندهش اخطاء خالص من الحكام المساعدين اللي عندهم القرار عندهم التمركز عندهم التوقع عندهم التركيز وبالتالي حاكم ساعد النهاردة احمد حسن تمنا ليه طبعا التوفيق الحاكم مساعد رقم اتنين اللي هو كان رجب محمد من محافظة الفيوم وحاكم شاطر على فكرة من المساعدين المجتهدين اعتقد برضك ماشي هذا الموسم بشكل طيب وبالتالي النهاردة بنتكلم على حاجة مهمة وظاهرة يا كابتن إسلام مهمة جدا جدا إيه هو المفروض النهاردة طاقم الحكومي ما عاشوش عندنا فاصل سريع يا كابتن ناصر خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حرجع أقول لحضراتكم على التشكيلة رسمية مرة تانية لنادي الأهلي وأيضا على كابتن ناصر حيكمل كلامه على طاقم التحكيم بعد هذا الفاصل هل أنو سلام بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلينا نقول لحضراتكم التشكيلة رسمية لنادي الأهلي في هذه المباراة محمد الشناوي في حراسة المرمة محمد هاني ناحية اليمين علي معلول ناحية الشمال أيمن أشرف ورامي ربيع واثنين قلوب دفاع عمر السلية وقاليو ديانج اتنين في وسط الملعب جيرالدو وجونيور أجياء على الأطراف ما بينهم محمد مجدي أفشة وفي الأمام مروان محصر بودلاء النادي الأهلي لمباراة اليوم علي لطفي محمود متولي حسام عشور وليد أزارو وليد سليمان أحمد الشيخ أحمد فتحي كهرباء ده التشكيلة رسمية للنادي الأهلي طيب كابتن ناصر حيكم تتكلم عن طاقم التحكيم وكابتن حسام طاق وكابتن أجاب محمد تمام كابتن الإسلام هو أحمد حسام طاق حكم من الحكام الدوليين اللي السنة دي ماشي بخطة سابتة بقول خطة سابتة في ظل الأخطاء التحكمية وفي ظل تدخل الحكام المساعدين في بعض الكرات هو الحد الآن ماشي كويس ومحافظ على المستوى وزي ما قلت حياتك المساعد دائماً محتاج التركيز ومحتاج اليقظة وهو دوت اللي بيشتغل عليه أحمد حسام طاق المساعد رقم اتنين رجل محمد ويمكن هو بقوله فترة حكم من الفيوم ولكن بيطور من أداء كابتن الإسلام دايماً بيطور من أداءه للأفضل أعتقد النهاردة إن شاء الله هتبقى فيه مباراة جيدة أنا بتمنى حاجة واحدة بس كابتن إسلام من النهاردة النهاردة إحنا عندنا الأسبوع العاشر والحداشر كانت فيه ظاهرة اللي هي تدخل الحكام المساعدين في القرارات وده القانون ما بقول شي كده أتمنى النهاردة إن الحكامنا النهاردة قبل المباراة القانون ما بقول شي كده القانون بيقولك إنت تتدخل كابتن إسلام إنت الحكم المساعد أنا حكم مساعد مع حضرتك وإنت الحكم أتدخل لما لاقي إسلام جاي فيه الملعب الدفاعي وفيه هجوم مرتد هو بعيد يعني مثلاً مباراة الأهلي والمقص ممتاز تم احتساب ركل الجزاء من حكم المباراة كابتن أمين عمر بالضبط كابتن محمود أب الرجال تدخل وقال له لا يا هندبول قبل ما تبقى ركل الجزاء هل ده يعتبر تدخل خاطئ؟ لا بالعكس أنا بتكلم لا ده تدخل طبعاً إيجابي ومحمود كان عنده شجاعة وإن هو دخل وقال الكلام ده أنا بتكلم أنت إمتى تديني كحكم أنا إمتى أدي إسلام القرار لما لاقي كابتن إسلام هو حكم وراه في التلت الدفاعي وتعامل كونتر أتاك نحا التانية بعيد يعني بعيد مثلاً 50 متر دي نمرة واحد نمرة اتنين أحيانا إسلام تبقى أنت جاي داخل قريب ما بيش مشكلة خالص وبيحصل عندك غلق لزاوة الرؤية خلي بالك هي الغلق دوت بيؤدي إلى إيه؟ إنك أنت ما بتشوفش حدث موجود فهنا القرار يقول لحكم مساعد إيه؟ تدخل في حاجتين نمرة واحد لما يكون الحكم بعيد عن الحدث نمرة اتنين لما يكون هو ما عنده زاوة رؤية وإنت عندك زاوة رؤية أفضل هنا تتدخل بالقرار إنه من غير المعقول لما كابتن إسلام حدثك أنت حكم مباراة وأنا نسرع بس معك المساعد أنت موجود داخل الصندوق وشايف كويس قوي وبتقدر أنا ما خدش بالقرار أعتقد أن هنا الكميونيكيشن أو الوسائل الاتصالي الموجود دي رفو عليك أنا شايفها اللايمان مثلاً أو الحكم المساعد يقول له أنا شايفها كذا لأنها كذا حدثك بتكلم كلام ممتاز الكلام ده ما بيحصلش ليه كابتن إسلام هي دي المشكلة إننا النهاردة عندي الكميونيكيشن سيستيم قبل ما أخد القرار بكلم الحكم بقول له فيه لك الجزاء هو ممكن يقول له مفيش يبقى ما حد الشعر بأي شيء قبل تالي النهاردة ما منديش مرضو تتوحش على التحكيم في المباراة طيب حنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن حكم هذه المباراة كابتن محمد عادل نرجع ناخد كلمات أخيرة من الكابتن نصر عباس وجه جديد ينضم لقائمة حكم مباراة الأهلي في مسادقة الدور الممتاز هذا الموسم حيث واسندت لجنة الحكام الرئيسة باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي وضيفه افسي مصر لطاقم تحكيم بقيادة محمد عادل كحكم لساحة يعاونه كل من أحمد حسان طهى مساعد أول رجب محمد مساعد ثان شريف حسن حكم رابع محمد عادل حسين من موليد عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين يعمل ضابطا للشرطة بدأ مشوره في عالم التحكيم بالدور الممتاز موسم الفين واثني عشر الفين وثلاثة عشر وتحديدا في السادس عشر من مايو عام الفين وثلاثة عشر عندما أدار مباراة وادي ديجلا وغزل المحلة التي انتهت بفوز الغزلان بنتيجة ثلاثة لاثنين حصل على شارة الدولية عام الفين وثمانية عشر أدار أربع مباراة دولية أشر خلالها سبع عشرة بطاقة صفراء احتسب ضربة جزاء وحيدة أدار محمد عادل أربع وثمانين مباراة في مسابقة الدور الممتاز أشر خلالها ثلاثة مائة وتسعة عشرة بطاقة صفراء عشرين بطاقة حمراء احتسب تسع وثلاثين ضربة جزاء أدار ضابط الشرطة تسعة مباراة للأهلي حقق المارد الأحمر في ثماني مباريات وخلفه التوفيق في مباراة واحدة أشر البطاقة صفراء خمس عشرة مرة في وجه لاعب الأهلي احتسب ضربة جزاء كان الظهور الأول لمحمد عادل في مباراة الأهلي موسم ألفين وثلاثة عشر ألفين واربعة عشر عندما أدار لقاء المارد الأحمر أمام الرجاة في الربع النهائي لكأس نصر وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدف من دون رد سجله القناص عماد متعب بينما كان آخر ظهور لمحمد عادل في مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في الجولة الثالثة وثلاثين من موسم الفين وثمانية عشر الفين وتسعة عشر التي حقق المارد الأحمر الفوز فيها بنتيجة ثلاثة لواحد حملت أداف الشياطين الحمر حينها توقيع كل من علي معلول حسين شحات هدفين ليتوج الأهلي بالدوري رقم واحد واربعين في تاريخه موسيقى سلام بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن ناصر أخيرا أهم حاجة النهاردة ياخد باله منها تقم التحكيم ممتاز كابتن إسلام كنت حقول الكلام دو النهاردة كابتن الموجود للقاء بتعمل عام وتحمل سرعة والسرعة الكسوة أنا أقوله النهاردة السرعة الكسوة يعني لم يكن سرعة الكسوة إن كل الحالات لداخل الصندوق يبقى أنت النهاردة كحاكم يبقى عندك قراءة للعب لما يكون عندك قراءة للعب يبقى أنت مش حتتتوقع الحدث الموجود و بالتالي لما أنا بحس إنه قتfer عن وخطر داخل موا Естьادة رquzakitlikمة الإسلام ده بتطلب مني أنا كحاكم أبتدأ استغل العنصر السرعة الكسوة ودي مهمة جداً جداً للحاكم حال الحاكم بيبقى مركز بس في احتساب المخالفات وحيطة اليوكا دي بتروح منه كتير أو التوقع أو التوقع يعني طول ما أنت مركز في أنك أنت تحسي بالمخالفة أنت ما بتحسش أنت واقف فين بالزبط بتبقى متحسش بالمكان أنا نهاردة أقول لي محمد من فضلك لو سمحت أنت نهاردة عندك اليوكا كويسة استغل العنصر السرعة في الهجوم المعاكس إزاي تتواجد في الحدث داخل المنتجة الجزاء وبعندك الزاوية الواضحة لو أنا النهاردة روحتك من إسلام كده ولقيت الزاوية مغلقة عندي حلولي إزاي أنا أفتح زاوية تانية أو تالتة أو ربعة يمين شمال يمين شمال هي بصة كده أو بصة كده إنما ما قفش واستسلم قدام مخالفة بما ما تكون هي تؤثر في نتيجة المورا وتبقى المنتجة الجزاء هي هي إختبارات الحاكم منتج الجزاء نتمنى إن شاء الله النهارده إن كل الكرأة تكون داخل مديد الجزاء سريمة أتمنى النهارده كمان التعاون دي مهم جدا جدا نغير الصورة يا كابلن الإسلامي الموجودة في الإسبوع العشر والإسبوع الحدش نتمنى يا رب أن تكون هناك تغيير للصورة الحقيقة لأنه خلال الفترة السابقة أندية كثيرة جدا بتعترض على التحكيم ولكن في النهاية نتمنى أن يتم تغيير هذا الشكل ويعني أنا ليه كلام كتير مع حضرتك بعد نهاية المباراة إحنا نقدر نتكلم أكتر أو ممكن تبقى في حلقة أخرى نقدر نتكلم عن بالزبط التحكيم أو الحلول يا كابتن إسلام ما هي الحلول يعني بالزبط الظروف صعبة جدا على النادي الأهلي وعلى بقية الأندية ممتاز جدا أشكرك شكرا جزيلا أنا كابتن ناصر إن شاء الله ننتقي بعد نهاية المباراة إن شاء الله وبعد هذا الفاصل حستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار المجمد الكبير كابتن شريف عبد المنعي المجمد الكبير الكابتن محمد حشيش المجمد الكبير الكابتن أحمد بلال هنحلل بقى التشكيلة رسمية لنادي الأهلي وكهرباء حيلعب الشباب التانية ولا مش حيلعب هنشوف بقى كلام كتير جدا وتحليلات فنية رائعة من نجومنا الكبار بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى إزاي المشاهدين خلوني أرحب ضيوف يعني نجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعي ازا كابتن شريف زيك امشرفه مشرف ونور ايضا لنجم كبير كابتن محمد حشيش مشرف ونورة كابتن спل Hai وان خليك الحمد لله كونه نجم الكبير كابتن احمد بلال مشرف ونورة بنا اخليك كابتن شريف اه بتشكيلة واقعية من لنفايلر لهذه المبرى اه على حسب على حسب عودة اللاعبين والحسب باشتراكة اللاعبين عمرو سلية إليو ديانج جونيور أجاية محمد مجدي أفشا جيرالدو مروان مواز يعني النهاردة جيرالدو مكان أحمد الشيخ آه فيه فيه تغييره وفيه عودة جونيور أجاية برضو كان فيه المباراة عشان كابتشريف نزول الفريقين إلى أرض الملعب لبدء عمليات الأحماء والتسخين تفضل كابتشريف طبعا لحظات مهمة برضو كابتال الإسلام باللحظات لقيتها التسخين دي برضو طبعا الناس بتكتسب فيها حورات جديدة الناس لديهم تفهم أنت لما تبقى رايح المطش بتبقى بتتكلم إزاي بتتكلم عزميلك إزاي بتخطط وجمع المعينة نفسك كل اللي تقوله بتقوله في المرحلة دي هكومة بالصفارة بتبتدي خلاص بقى كل واحد ليه الملكة بتاعته والتعليمات اللي هو أخذها وإزاي يقدر ينفذ ويقدر يستطيع الحصول للفرقتين اللي هي عسى لأسنا كنت زي ما انت قلت تغييرت أحمد الشيخ بجونير أجيه والباقي حتى جيرالدو بتشترك المطش اللي فات وكان مؤثر جدا وكان من أحد الأسباب اللي هي ساعدتنا على الفوز بضربة الجزاء العرضية اللي هو عملها الامدادات اللي عملها مجدي أفشا هو عمر السولية داخل منطقة الثمنتاشر أعتقد أن احنا لازم نستفيد من الإيجابيات بتاع مباراة المقصة يجب كانت من الحاجات برضو اللي تنتهي نتفوق تاني طايم تاني طايم احنا ما كانش فيه بقى غير الضغط على فرية مصر المقصة اللي احنا بنتمنى النهاردة بإذن الله يكون ضغطه من أول مباراة لأن الفريق مصر ان انت بتلعبه في مصر ده ليه عنده سرعات كويسة وعنده حالة بزانية كويسة انت لازم تكون انت مواكب هذه الحكاية وعمل سعداداتك لكل ده كل توفيق وفيه كلام جتير هنقوله خلال التحليل طيب كابتن حشيش النهاردة وجود مروان محسن للممورات تانية على التوالي أعتقد ده شيء مميز أعتقد أنه بتديله الثقة ممكن ما كانش مروان موفق المطش اللي فات هو جري كتير الحياة المطش اللي فات بزر مفوت بربو عليك بزر مفوت كبير بصراحة انه ما ترجمش الأهداف وكان غير موفق يعني حاول مشاوط كرة من برة 18 كممكن تيجي فأعتقد أنه كان يعني أنسب حاجة النهاردة نبتدي به عشان برضو يديله الثقة برضو هو غير الحتة اللي بدأ بيها المطش اللي فات بتاع علي معلول وإحمد فاتحين اللي اتزبطت الشوط التاني بدأ بالوضع الطبيعي رجع برضو أيمن أشرف مع رمي ربيعة ورايح محمود متولي الحقيقة بتحس ان الراجل يعني بيلعب الناس كلها مركز قوي مع الفرق بالزبط يعني مركز قوي يعني وفي كل مركز يا إسلام في كل مركز هو مركز جدا جدا بنشوف مثلا جيرالدو اداله المطش اللي فات شوية بدأ به المرات يحس انه كويس وفاية ابتدى به المرات وقعد أحمد الشيخ يعني الحقيقة الراجل بيبص لكل العيب ودي الميزافية ما بيبصش معندوش مثلا اتنين تلاتة بس هم الموجودين لا كل لعيب بيشوفه بيشوف حالته بيراعل حالة النفسية بيحسس الناس كلها انها جوه الملع ما تحسش ان حد في فريق النادي الأهلي بره أو جوه يبدأ بوليد سلمان يرايح وليد سلمان مروان يدي أزاره يعني الحقيقة كل اللعيبة بتلعب يعني 18 أو 20 لعيب بتلايهم متوجدين ودي حاجة كويسة ما بنحسش من خلالها بأي إصابة بأي إصابة تحصل ما بنقولش أول نهاردة مثلا في إصابة رمضان برغم أن الرمضان كان فارق مع الفرقة أو في المهورات الأولانية إنما تحس دلوقتي الناس عاملة شغل كويس ومش حاسس برضو بغياب رمضان كذلك في كل مركز حتى المركزين اللي كانوا عاملين مشاكل اللي هم برضو اتزابطت دلوقتي محمود متولي دخل في الصورة رمي ربيع آمن أشرب إن شاء الله كمان ياسر يبقى موجود وأعتقد بإذن الله النهاردة الماتش طبعا العشر مزيد من الانتصارات الانتصار إن شاء الله مهم جدا النهاردة عشان المباراة اللي جاء بتاعت إفريقيا المحافظة على التشكيلة حتى من الناحية الدفاعية يعني باستثناء طبعا التغيير اللي اتعاملت أحمد فاتحي كان بيلعب باكليفت وعلي معلول قدامه ولكن هو نهى المحافظة أنه دايماً بيشرك اللعيبة دايماً بيشوف مين الأجهز دايماً واضح إن هو بيأغب التدريبات يعني هو راهن على أحمد الشيخ في أكتر من المناسبة وكان أحمد الشيخ موجود في أكتر مناسبة ويسجل أدف مع النادي لالي في المباراة اللي فاتت النهاردة بيراهن على جيرالدو وأداءه الجيد هو عنده الميزة أن هو هتلعب كويسة كابتل؟ هديك تاني أنا معاك لحد ما تثبت لي يعني يا صحة وجهة نظري تمام؟ يا سوق أداءك أنتا الشخصي أو يا عدم توفيقك أنتا كلعيب فالنهاردة لما جيرالدو أدى المباراة اللي فاتت بيكافؤوا النهاردة باللعاب ودي حاجة جيدة جداً دي حاجة تخلي اللعيب دايماً يعني عنده طموح وعنده أمل وعنده رغبة في الاستمرار عنده رغبة ما يقولش أن أنا لعبت كويس فالمباراة اللي بعديها أنا بر أو ما بنزلش أو ما بشتركش فبالتالي يبعد عن التركيز مستر فيلر كمان النهاردة زي ما أنتا قلت يا سلام الحتة اللي تحت بيغير مجبر يمكن هو عدل شوية في المباراة اللي فاتت أو حاب بيلعب في التشكيل المباراة اللي فاتت ولكن يعني عدل على طول المصار في الشط التاني ورجع كافة الكافة زي ما هي وبالتالي أداء الأهل يتغير لكن واضح أنه من المدارس اللي بتحافظ على اللاين الأخير وده أهم خط في الخطوط اللي موجودة من وجهة نظر الشخصية أنت لازم تحافظ على الخط الدفاع بتاعك لأن الكمبينيشن ما بين اللعيبة وبعضها يا كابتل مهمة جداً في حتة دفاعية لأنها عبارة عن صوت كلام أداء توقع حاجات كتيرة جداً بين اللعيبة وبعضها بتفرق جداً في المرعب إزاي ترعب على التسلل مين بيغطي مين بيرائب مين بياخد المان مين بيتحرك بيغطي ناحة المين بيغطي ناحة الشمال فدي مطلوبة بشكل كبير جداً ومهمة جداً يمكن هو ده الخط الأهم في كل خطوط الفرقة كلها بالنسبة للأهم يعني محافظة هذه بشكل كويس عارف خضرات اللعيبة النهاردة برجع رامي ربيعة رامي ربيعة لعيب أداءه متطور جداً عندك مباراة جاية مباراة صعبة مش سهلة فالنهاردة بيدخل رامي ربيعة على الأساس ممكن يلعب مباراة الأفريقية اللي جاية مباراة برنا ملعبك هتكون صعبة جداً مش سهلة بتلفق جوء أفريقيا محتاج أطوال تعرف في لعيبة أفريقيا بيتمازل بالطول في الثامنتاشر فبالتالي رامي ربيعة ممكن واحد من اللعيبة اللي كلهم دور كبير جداً نفسه لها طبيعي العالم متولي بالزبط واو أكيد يعني ده وضع طبيعي متولي موجود في الثامنتاشر لكن حتة إنك تشيل لعيد سنتر باك وتحط سنتر باك تاني وده يقدر بشكل كويس فاطرة كابتن وتلعب وترجع تلعبه تاني دي بتبقى صعبة في الحتة دي الحتة دي دايماً بتحتاج اللعيب اللي عنده استمرارية كتير لأن الأخطاء هنا غير ورد على الإطلاق أنا ممكن أبقى فرق وعنده مطشين جايين عايز يسفرج على الفرقة كلها أكيد عايز يجاهز الفرقة كلها طبيعي يعني هو ده الشكل والتفكير اللي بابا بايلر دايماً حاطت لكل خلينا بس أقول لحضراتكم المحك دايماً في إفريقيا أنت كمدير فني محكك بالنسبة لك إفريقيا أنت جاي لقيت الأهلي وقت بطولة دور المرأل السنة الموسم الماضي وقت بطولة يعني تعد من البطولات الممتعة بالنسبة للنادي الأهلي بعد العودة الكبيرة جداً فأنت جاي النهاردة عندك هدف أكبر من بطولة الدور العام هدف بطولة الدور العام هدف طبعاً موجود بالنسبة لك لكن الهدف الأكبر بالنسبة للجمهور وليلنادي كمان هو بطولة إفريقيا فأعتقد هو التركيز الأكبر لمستر بايل حتى كمان بعد النتائج اللي ساعدته أنه إزاي هلعب في إفريقيا إزاي حضر ليها بشكل كويس والكل ينتظر أو جمهور النادي ينتظر ماذا سيفعل في هذه المباراة إذا أقول لحضراتكم أن انتهت مباراة نادي الزمالك ضد نادي طنطا بفوز نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة استطاع نادي الزمالك أنه يحرز هدف المباراة الثالث كده يبقى المباراة الأولى انتهت ما بين المقاولين العرب ونادي مصر المقصة بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين المباراة الثانية أيضا انتهت بفوز نادي الزمالك على نادي طنطا بثلاثية مقابل هدفين خلينا نطلع نشوف تقرير هذه المباراة ونرجع نكمل مع ديوفنا الكبار تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل مواصلة الانتصارات والابتعاد بصدارة الدور الممتاز يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الآلي مع نظيره نادي مصر في تمام الساعة السابعة والنصف على أرض ملعب استاد القاهرة ضمن مباراة الجولة الثانية عشرة لبطولة الدور الممتاز يدخل المارد الأحمر المباراة متربعا على قمة الجدول برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في تسع مواجهات بينما يحتل فريق مصر المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة لا شك أن النقاط الثلاث تمثل وهمية كبيرة لكل الفريقين وحرص أسوسري ريني ظايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الآلي على مواصلة التدريبات عقب مواجهة مصر المقصاء الأربعاء الماضي بسبب ضيق الوقت ركز خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التي ظهرت على أداء اللاعبين كان من أهمها إهدار الفرص السهلة أمام الخصب كما شهد الجهاز الفني العديد من المباراة لفريق مصر وخاصة في الجولة الماضية التي حقق الفريق الفوز خلالها على تنطى بأدفين مقابل هدف من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعاف في الفريق كما حذر الجهاز الفني اللاعبين من الاستهانة بفريق مصر على اعتبار أنه صاعد حديثا لدور الممتاز أكد الجهاز الفني أن الفريق يضم عناصر متميزة وبمزيج من الخبرة والشباب كما منح فيلر تعليمات صريحة للعابين بالهجوم المكثف منذ بداية المباراة والاعتماد على الكرات العرضية والتزديد من خارج منطقة الجزاء لفك التلاصم الدفاعية لفريق مصر والتي من المتوقع أن يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق افسي مصر على الجانب الآخر يدخل فريق مصر المباراة بمعنويات مرتفعة بفضل الفوز الذي حققه في الجولة الماضية على تنطاب أدفين مقابل أدف في المباراة التي يقيم بينهما الاثنين الماضية على أرض ملعب استاد الكلية الحربية تركزت كلمات عبد الناصر محمد المدير الفني للاعبه بضرورة التمسك بأمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بشرط التركيز والالتزام بالتعليمات خلال شوطي المباراة ووفقا للتدريبات الأخيرة للفريق فإن الجهاز الفني سيعتمد على تضييق المساحات في وسط الملعب كما رصد مجلس إدارة النادي مكافأة إضافية بخلاف ما تنص عليه اللائحة من أجل تحفيز اللاعبين وبتحقيق المفاجأة كما فعلها الفريق في مباراته أمام الزمالك التي يقيمت أكتوبر الماضي كابتن شريف تشكيل نادي مصر عصام صروت شريف أشرف أحمد أوكا محمود شبان علاء عطاء أحمد يوسف محمود توبة إسلام صالح وأحمد الشيخ ومحمد جمال تريكا وربو أعتقد ده تشكيلة بيبدأ يلعب بيها أو بيلعب بيها كابتن عبد الناصر خلال فترة أخير والله هي فرقة مكتهلة جدا بجميع العناصر بتاعتها هم ما بيطبقوش العملية الدفاعية البحتة في أي مباراة هم بيلعبوها عندهم خطوط بينطلقوا بيها من الأطراف إذا كان علاء أو شريف معهم سعد ترامبو وأحمد الشيخ الناحية تانية والتبادلية بين إسلام ومحمد جمال تريكا الناس دي بتلعب كرة سريعة جدا وبيبقوا عايزين يبقوا موجودين جوه الجيم من أول المباراة ما بيهمهمش بلعبه مين ما بيهمهمش النتيجة تبقى شكلائي ييجي فيهم جول أو ما يجيش فيهم جول أنا عايزي بقى لي شكل أنا عايزي بقى جوه الجيمة بقى أسمك المباراة وخاصة أنه أنت بتيجي ترعب مع نادي الأهلي بتيجي ترعب مع نادي الأهلي إذن كل واحد هتضربه في اتنين هتلاقي القوة البدانية عنده الشغل الانتشار التعويض على أي لعيب اتضرب في أي مركز من المراكد بيبقوا عاملين حسابات لنفسهم خاصة جدا في اللعبة قدام النادي الأهلي هما بس بيبقى عندهم حاجات مش متزبطة خاصة لما بترعبه قدامهم فرق كبيرة إنه ناحية اليمين بتاعتهم تبقاش كوية جدا يعني بتروح تبقى في صغرة من ناحية اليمين دايما الأهداف اللي بتيجي ناحيتهم أعتقد أنت كنت مع أحمد حتى في الإحصائيات يتكلمك على ناحية اليمين وكلمك على الاتنين السنتر باك لما بتتلاعب كرة طويلة ممكن بيبقى لو فيه تحركات جيدة من لعيب النادي الأهلي النهاردة وفيه ضغط مناسب على التمنتاشر بتبقى الكرة في صالحك إنتا الاستحواز في صالحك تصويب الكرة اللي بتترد بتبقى في صالحك إنتا ففيه عوامل كتير قوي في الفرقة دي تتخوفك الحالة البدنية بتاعته بيبقفين على رجليهم كويس قوي وخاصة لمدة عشرين خمسة عشرين دقيقة إنه وفقوا وأحرزوا أهداف برضو بيكملوا ما بيلعبوش بقى بيرجعوا للخط اللي تحت لعبوا الورا ويقفلوا عليك لا الناس بتحب تلعب كرة تمام كابتل حاشيش كيف سيلعب النادي الأهلي في مباراة اليوم أعتقد النادي الأهلي مش هغير طبعا الطريقة بتاعته وحيدغط على الفريق من الأول عشان إن شاء الله يجيب هدف مبكر الاستحواز العادي بتاع النادي الأهلي الضغط العالي من فوق إن شاء الله بإذن الله أتمنى بقى النهاردة النادي الأهلي يوفق فيه الهدف المبكر يمكن الفترات اللي فاتت برضو الأهداف كابتت أقر شوية إنما إحنا عايزين الهدف المراضي يعني يكون بدري شوية عشان النادي الأهلي يقدر يلعب بقى اللعبة بتاعه الأداء الجميل اللي طبعا كل الناس منتظره من استحواز وجمل بتشوف جمل بتعمل خلال الفترة اللي فاتت أنا شايف طبعا كمان إن نادي مصر يعني حتى رتيبه 13 يعني جايب 11 بنت في الوقت إن تحتيه أندية مثلا زي مصر المخصة وديدجلة والجونة أندية بتلعب بقى لها فترة فيه الممتاز ومع ذلك هو يعني من اللي خلال مباراة كاسبان مطشين وتعادل خمسة عنده برضو لحد ما توازن في الناحية الدفعية والهجومية أعتقد إن النهاردة هو شايف النادي الأهلي مطشاته كلها الحمد لله بيكسبها فلو تكتل من البداية احنا شاف طبعا المباراة بتاعت النادي الأهلي مع حرس الحدود والتكتل برضو ما جابش نتيجة مع النادي الأهلي فأعتقد إنه هو هيبدأ من البداية يضغط على النادي الأهلي ويلعب لعبه عشان برضو وممكن هو يباغت النادي الأهلي بهدف من البداية كابتن بلال من وجهة نظرك هل نتائج اليوم قد تؤثر على هذه المباراة بمعنى إنه بتعادل للمقاولين العرب ثم هزيمة طنطم من الزمالك هل من الممكن أن تؤثر على مستوى مباراة اليوم لا ما أعتقدش سواء إجابة أو سلبة يعني بص أنا ما أعتقدش الأهلي عنده هدف بشتغل عليه وهو بطولة الدورة العين الأهداف فيه حاجات بتساعدك عليها يعني الهداف بتخليك يعني النهاردة تعادل للمقاولين العرب أممكن يخلي النهاردة أنت بتكسب خلاص أنت الأول خلاص النهاردة حتى بفارق الثلاث مباراة اللي ما بيننا وما بين المقاولين العرب ولكن فيه ببقى فيه كل فرق عندها جولز بتشتغل عليها يعني تمام نهاردة الرنادي الأهلي عنده كل البطولة بيدخل فيها بعزك سبا النهاردة بطولة الدورة العام بالنسبة لك أنت كمدير فني دي واحدة المباراة السهلة المفترض يعني كمدير الفني لما بيحط التشكيل بتاعها وبتدي أفكر في مباراة أنا عارف أن كل مباراة صعبة لكن في مباراة أصعب من مبارايات النهاردة من مباراة صعبة لكن مش صعبة أوي مش صعبة للنادي لها لم يمكن تكون سهلة بالنسبة للمدير الفني خل بالك إحنا قلنا كده على حرص الحدود ولكن المباراة كانت صعبة آه أنا بقول كل المباراة صعبة بس درجات مختلفة إسلام تمام؟ لما بتكون قارف رئيتك أنت كويس وعارف إمكانياتك لما بتكون قارف رئيت الخاص معارف إمكانياتك كويس قوي النهاردة يمكن بعض التغييرات بتوحيلك أن الرجل مطمئن شوية للمباراة أو مطمئن للأداء اللعيبة بتاعته أو مطمئن للنتيجة المباراة في دي الحاجات دي أنت بتستشفها من التغييرات من التشكيل اللي بيحط المدير الفني من طريقة اللعبة داخل الملعب من كمان التعليمات اللي احنا هنبتدي نتفرج عليها مع بداية نزول اللعيبة أرض الملعب والجمل والحاجات اللي هيشتغلوها اللعيبة في الملعب ولكن اللي أنا عايز أقوله فرد كمان فرد إفسي مصر هو فيه ماتشات بتبقى الفرقة مش عاملة حسابها فيها كبتك فبالتالي هو عايز يظهر بأفضل مظهر بالنسبة له أنا النهاردة فيه في مباراة كده إسلام تيبقى المدير الفني مش حاطت التلاتة بنت أو حاطت النقطة في حساباته هو ده من مخرجها لكن حاطت حاجة أهم من كده الأداء الأداء بتاعه هيشتغل إزاي قدام النادي الأهلي الصورة بتاعة التوبة إزاي قدام النادي الأهلي عشان بعد كده لما يبتدي لعب فرقة تانية مختلفة هيبصلوا إزاي هيفكروا فيه إزاي النهاردة كابتن عبد الناصر يمكن واحد من الناس اللي اشتغلوا كويس قوي مع الفرقة دي الفرقة دي يمكن مدربين كتير أجوم عليها كابتن مشوا بسبب أن ما فيش تجديد في اللعيبة وما فيش لعيبة جات وأن الناس بتشتكمل لكن هو قدر يشتغل على المجموعة اللي موجودة والنهاردة برضو بيحق مركز جيد في ظل الإمكانات اللي موجودة فده معناه أنه هيشتغل مع النادي الأهلي أنه عايز يزبط قيمة المدير الفني نفسه وقيمة الأداء والتاكتك اللي هيشتغل بيه النهاردة فالنهاردة صعوبة المباراة فإنه عايز يظهر بشكل كويس قوي ودي الحاجة أخد بالك اللي بتبقى صعبة أنك تلعب على النقط أو التلات نقط ممكن تسهل الجيم على أي فرقة لكن أنك تلعب على أنك تظهر بس بمنظر كويس يحترمك الجميع وبتشتغل على كده وبتأحل اللعبة نفسيا على كده لأن في بعض المباراة أنت بتشغلش فنيا بس أسلام أنت بتشغل نفسيا النهاردة المباراة أعتقد بالنسبة لفسي مصر هي مباراة نفسية أكبر بكتير جدا من كونها مباراة اكتكية أو مباراة فنيا على أرض المعب روح بالزبط الروح العالي النهاردة اللي ممكن يلعب بها في سي مصر هي دي الحاجات الوحيدة اللي ممكن تبقى عائق النهاردة في تعطيل الفوز في بعض الأوقات للنادي الأهل الروح اللي يلعبوا بيها التكتل ممكن للدفاع إنه برضو مش عايز يخرج بنتيجة كبيرة قدام النادي الأهل عارف أن النادي الأهل عنده هجوم قوي عنده إمكانيات كبيرة في النحل الجمية عنده لعيبة تقدر تسجل هدف وإن كان ممكن ما يسجلش مرون لكن التلاتة اللي موجودين تحت بيسجله هدف كتير فعشان كده النهاردة ممكن يرعي الحتة دي ياخد باله هيقفل أطراف ملعب هيقفل قلب الملعب ما اعتقدش النهاردة إنه ممكن يشتغل كابتن جيل مفتوح ما اعتقدش ملجة نظر هو هيستغل حماس اللعيبة النهاردة الطبيعي الحماس نفسية وبيتحمس لأنه بيسوق لنفسه وبيلعب النادي الأهلي فهو هيستغل الحتة دي إنه هو يقدر يعمل حاجة صح صح نفسية عشان نفسية أكتب افتقاء هو بس نادي هو صاحب الكلمة النهاردة هو اللي بيدي صورة الملعب للعيبة اللي هو بيلعبها صحيح يعني اللعيبة دي هتخلي يعني اما افسي مصر محترمة طبعا الاسم الكبير وشافه على الواقع بعد أول خمس دقائق كرة على الأرض بتجري الأطراف شغالة معه بتعمل حالة توازن بقى يعني ما بيحلمش بكتير قوي من اللي هو نفسه يعمله إنما لو إنت سيبته بيسترم سهل بيعمل حيبتدي يفضل برضو في الطاقة اللي هو فيها حيتشجع إنما كنت إنت اللي تقدر تقول كلمتك من أول مباراة النهاردة زي ما بيقول حشيش هدينا أخلص خد بالك كابتن برضو إنت لما بتلاعب فرقة وبتشتغل على النفسية قوي لما بتديهم مساحة في الملع بيشتغلوا بتعلى بتعلى نفسيته مقف ملع وإمكانياتهم بتبتدي تتطور تلقائية من غير حتى من غير كمان مساعدة المدير الفاني بالضبط يعني إنت النهاردة بتدينه مساحة كابتن ويلاقي إنه هو داخل في الجيم لمدة عشرين ديئة بالضبط معي وتدينه فورسة ودي وضع طبيعي خدالك مع الفرقة الكبيرة تعلم أنه بحيث ساعات إنه فيه فرقة حتى لو هي وقفة أوف سايت نفسه يروح على الجول بتاع ناجل العليم نفسه يختارك الشكل ده نفسه يتجرق في الحيطة دي ويبقى دايس في المنطقة دي ويجرب إنه حيانا عدت عدت ما عدتش أهو بيعيد إنه هو أثبت إنه هو يقدر يتحرك في المنطقة دي طيب كابتن شريف التغييرات اللي بتتعمل بمعنى إنه دلوقتي جونيور أجيه مختلف عن المباراة السابقة على الأطراف الجناحين كانوا المباراة السابقة علي معلول وأحمد الشيخ الجناحين في هذه المباراة هم جونيور أجيه وجيرالد خلال نقول إن الباكين دائما سواء فاتحي أو هاني أو ناحا التاني علي معلول بيبقى وطيرة واحدة هل ده ممكن يؤثر سلبا على الترابط اللي ما بين الباك والجناح اللي قدامه والله يبقى إمكانيات كل اللعبة اللي انت شايفة دلوقتي فيه سرعات بين محمد هاني مثلا وجيرالد دول الاتنين بيعدونوا حالة تبدلية في الدفاع والهجوم يعني إحنا بيبقى أنت الراجل بنزله وهو ضامن إنه لو فيه أي ضغط بيحصل من الناحية الشمال من الفرقة اللي بلعبة فيه سرعات عند جيرالدو بتقدر تعاوض مع محمد هاني تقليل الحمل عليه تقليل الضغط عليه فده اللي دوته اللي انت بتتكلم عنه أعطاك إنه هو كنباتل بالقوف مع بعض هما الاتنين في حالة السرعات أو بيدي جيرالدو مساحة كبيرة قول محمد هاني إنه يخرجه من الخلف ويخليه يعمل عرضيات كتير أو هو لما بيستلم الكرة في رجله بيحاول يعمل المراوغة ويحاول يعمل الحالة الفردية اللي يقدر يعمل فيها العرضيات بساعتها بيبقى محمد هاني برضو بيك ام بليه هو واقف له في نفس الشكل الجناح اللي هو بيعوضه في الحالة دي ومأمن الحالة الدفاعية ومأمن الحالة الجمهورية الهجومية في نفس الشكل بنزم العلي معلول وهو الحمد لله الله هو أكبر يعني هو اللي عامل التيمبو وعمل الإقاع في الحتة دي مع العيد كبير أو زي جينيو عشان تاخد منه كرة من تحت رجله صعب أوه هو يملك الأساليب كلها اللي هو يما بيحطه كرة إمتاز زي الطايم اللي يطلع فيه علي معلول يخلي علي معلول هو الجناح الطاير بتاعه وهو العرضيات المفيدة جدا لأفشة ومروان محسن وعمر السولية مع تقول جيرالدو من ناحية تاني فزي ما انت بتقول الأطراف عندك الحقيقة على مستوى عالي للفترة اللي فاتت دي كلها على مستوى فيه ثقة كبيرة جدا فإحنا بنعتمد دايما في النادي الأهلي الفترة دي على الخط الارتكاز بين إليوت جانج وعمر السولية وتحركات أفشة والأطراف بتاعتنا في جهة فالتوفيق بيبقى كله من عندنا فبنتمنى النهاردة النادي الأهلي يعني كون عنده توفيق في أول مباراة لأنه عندي النهاردة ضيف كبير علي ضيف عايزين ينزل الماتش وهو عنده ثقة كبيرة قوي يلعب اللعبة بتاعه هو محمود كهرباء فعايزين يديله مساحة من أول شوت إنه هو لما ينزل الماتش يبقى الماتش خفيف برضو على محمود كهرباء ويقدر يلعب فيه يقدر يتناغم مع لعب علي معلول مع محمد هاني مع جيرالدو مع مجدي أفشة يكون جوه التيم يعني وانت بتفهم الحكاية دي كالعيب كورين تمام عمر السلية وقاليو ديانج ودورهم في وجود محمد جمال تريكا وإسلام صالح ورمب وإحمد الشيخ ولكن الأقرب دايما بيبقى محمد جمال تريكا هو اللاعب اللي بيبقى أقرب لعمر السلية وقاليو ديانج في الملعب عندهم سرعات نادي مصر في خط الهجوم ده بتطلب من عمر السلية وقاليو ديانج مع تقدم محمد هاني وعلي معلول بصفة مستمرة أنه بقى فيه تقطية على الباكين باك ليمين وباك الشمال مهم جدا جدا وبالتحديد طبعا قاليو ديانج هيبقى عليه العيب الأكبر فيه أنه يملأ الحطة المنطقة اللي قدام أيمن أشرف هو رام ربيعة عشان الاختراقات وكذلك التقطية على الأجناب لأنه مطلوب من عمر السلية أنه هو يكمل برضو مع محمد مجدي أفشة وبالذات فيه موضوع الاستحواز حيبقى عمر السلية مع مجدي أفشة لهم دور كبير قوي جونيور أجاية عودنا دايما أنه بيعمل جبهة كويسة مع علي معلول بيعرف يطلع علي معلول بيبقى محطة ومشوفناش جونيور هو اللي بيعدي من ناحية الشمال دايما هو بيسيب المساحة دي وبيقف أثناء تقدم علي معلول بيستنى الكرة اللي هي سقطة أو بيخش اختراقات من القلب كذلك برضو جيرالدو الحاجة الأساسية اللي فيه ما بيحب بيش يجري على الخطة قوي عشان برضو حتة اليمين فبيعدل الكرة ممكن بيعمل وانتو مع أفشة ممكن يخش الثمنتاشر كذلك مروان محسن عليه عب كبير أول نهاردة في الكرة العرضية لأنه أعتقد النهاردة أنه هيبقى فيه كروسات كتيرة أول من جيرالدو ومن جونيور أجاية طيب على الجانب الآخر يا بلال برضو جونيور أجاية وجيرالدو مجدي أفشة ومروان محسن الشكل الهجومي للنادي الأهلي وهل النادي الأهلي هيبدأ ضاغط من قدامه ولا لا؟ آه أكيد يعني من وجهة نظري أكيد أنت بتحاول تحافظ على الرتم بتاعك والإقاع بتاعك يا سيد يعني النادي الأهلي هو بيشتغل بشكل هجومي يعني بحث يعني هو بيشتغل من الأطراف الملعب بيشتغل من قلب الملعب يمكن أصبح فيه تنوع كبير جدا جدا في طريقة اللعبة الهجومية بتاعة النادي الأهلي يعني زمان كان يتفرج على النادي الأهلي دايما بيهاجم من الأطراف دايما بيحاول يشتغل من الأطراف الملعب كبت بيعتمد على المهارة الفردية وبيعتمد على السرعات النهاردة لا بينا نشوف ثروب باصلس كتيرة جدا بنشوف تكملة من السنائي بتاع نص ملعب ساكن ماجدي افشا او عمر السولية الاتنين بيقوموا بالدور ده في بعض الاحيان قال لي ديانجز للمباراة اللي فاتت كمل وكان يقدر يسجل هدف مستريح جدا يعني واضح جدا ان التعليمات مش بس انك تشتغل من على اعترف الملعب لا الاختراقات كمان من عمق مهمة جدا 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 التلاتة اللي قدام انا بشوف اللي هما تحت الفروت ماجدي افشا وجيرالد وجيرون ارجاين حقيقة التميز بتاعهم فعدم السبات انا بشوفش اللعيبة يعني سبتة في امكانها بشوف اللعيبة بتتحرك دايما عندهم حركة من كل من كل من على كل نواح من كل الاطراف نهاردة جيرالدو بيخش 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 في قلبه ما في بعض الاوات ماجدي افشا بيطلع على ناحة المين بيروح لها تشمال جونر اجي برضو عنده الميزة انه ممكن يلعب ساكند سرايكر او لعيب رقم تسعة ونص او عشرة في بعض في بعض من الاوات وبيقدر يسجل هداف ولكن المفترض النهاردة او في المباراة اللي زي زي I монji قبل انا لما جيلي فرص لتسجيل الاهداف لازم معنى تركيز 100% في بعض الاوقات ما بتدخيلش الفرصة واحدة بس او فرصتين طول المباراة في بعض الاوقات انت اه بتقدر تخلق خمس ست فرص طول المباراة بتقدر تروح اكتر من مرة بتسجل هيفن واتنين وتلاتة بوضع تلاتة اربعة خمسة لكن في المباراة الكبيرة ممكن ما تتاحش الفرصة واحدة بس. طيب هي دي فرصة المباراة. فأتمنى ان ان ترجمة الاداء الهجومي للنادي الاهلي يتوج عن فرص. ما فيش مشكلة نكسف ثلاثة وسبعا. انا عندي الامكانات انا انا قدر اكسب لكن النهاردة اللي مش صح اني تتاح لي فرصة حقيقية بنسبة مئة في المية والضيع. هي دي مش صح في المباراة. ان انا النهاردة اصنع فرصة. من تاكتكس. انا بشتغل عليه وما تجيش هدف. دي مشكلة كبيرة جدا جدا. ممكن تعوق النادي الاهلي بشكل كبير. يعني المقصة المباراة اللي فاتت. وتيحت لفرصة او اتنين. كانت ممكن تغير شكل المباراة لو انت مسجلتش. بعض الفرص ان انت يمكن راحب ضرعنا اتنين تلاتة. هم جاتلهم واحدة اللي حطاها بدماغه. لو حطاها نفسه بس نفسه وحطاها جول. المباراة هتختلف تماما. فبالتالي يجب على الرباع الامامي استغلال الفرص الحقيقية. احنا مش هنقول اربع ربع الفرص او انصف الفرص. استغلال الفرص. لها بتجي كتير. بالزبط لها بتجي كتير. طيب. اه كابتن شريف. اه لما تبص كده على دكة البودلاء علي لطفي. محمود متولي. وليد ازهارو. وليد سليمان. احمد الشيخ. احمد فتحي. كهرباء. ايه رأيه? كلهم هجوم. كلهم. لا لا. يعني في متولي. حتى احمد فتحي شكل الدخول والملعب بيبقى بعرضيات وسرعة وكما من ده. وبيعمل اه قلق لاي فرق. بيستثناء محمود متولي طبعا. حتى محمود متولي عنده الملكة بتاع التزويد نص الملعب. لما بيستلم كورة عنده الحرفية دي. ان هو يقدر يزود لك مع رامي ربيعة ويقدروا يعمله بشكل ضغط على الفرق التاني منها التاني. فانت عندك زي انا قلت لك كهرباء ووليد سليمان ووليد ازهارو. اه التلاتة دول اعتقد ان هو عايز برضو يطمن عليهم قبل الماتشات بتاعة افريكا اللي الماتشين الجامدين اللي جايين دول. فلازم هيكون في فكر اه فيلر التلاتة لعيبة دول. باذن الله السيناريو بتاع اول شوت او اول هفتايم مع فريد افسي يكون مترجم لصالح البودلاء. ما يبقاش ضغط على البودلاء. فعا. يعني يبقاش انا ده البديل محتاج ان انا اغير اه الشكل اه اه الكرة بالنسبة زي ماتشي مصر مكاسة كده بنبقى متأخرين اه تعادل واه وبنبحث على ثلاث نقاط. فنفسي يعني يكون الحكاية سهلة على البودلاء في الشوت التاني. تمام. اه هل كهرباء النهاردة ان هو يقعد احتياطي يا كابتن حشيش اه من وجهة نظرك شايف الموضوع ازاي? ولا كان من المفترض ان هو يقعد وينزل او ممكن ما ينزلش? لا من قرايتي للراجل هو دايما ما بيديش على طورس. بيدي الاول يعني اه يدخل في التشكيل وبعدين يدي شوية اه بشوية. ممكن او يدي له النهاردة على حسب برضو النتيجة. والا قدر له حصل اه تغييرات اللي هي الاجبارية لو ما حصلش. والنتيجة كويسة ممكن يدي كهرباء. وممكن تلاقي كهرباء المطش اللي جاي قاعد عادي جدا. احنا تعودنا منه على الكلام ده كتير. ايه. يدي. يقرب اللعيبة. يعني كهربة اصبح ترس داخل التروس دا دي القليل وبالتالي زي زي اي لعيد دلوقتي. وعلى حسب بقى الراجل ما هو شايف بيدي له في الوقت المناسب. وبالطريقة او مع اي فرقة ممكن اه يبتدي. انما انا اعتقد ان طبعا اه اه تغيير الاولاني لو حصل. اه حيبقى وليد سليمان اللي دائما اه وليد بيبقى مفتاح الفوز. وشوفناه من اكتر من مباراة لما الدنيا بتبقى اه لسه تعادل وبينزل الشوت تاني الحقيقة بيعمل الفارق اه في التصويب في الاهداف. فان شاء الله بازن الله يبقى برضو حممكن يدي اه احمد اه الشيخ برضو. يعني على حسب هو اه اه سير المباراة يعني. طيب كابتن بلال ايضا اه اه النهاردة برضو لما تيجي تربط او الرابط الرئيسي ما بين الدفاع والهجوم هو اه من وره بيبقى عمر السلية شوية ومن قدامهم بيبقى اه مجدي افشا. اه هتتعامل ازاي يعني بمعنى هل عمر هيبقى جنب عمر اه جنب مجدي افشا. هبقى اليو ديانج الواحد هو اللي واقف يعني اربعة تبقى اقرب لاربعة واحد اربعة واحد ولا اربعة تلاتة تلاتة ولا هتتعامل ازاي. بص انا اه من نوجة نظري هي البداية زي ما انت قلت كده اسلام اربعة واحد اربعة واحد. اليو ديانج هو اللي بيشتغل بعرض الملعب. هو ده اللعيب اللي بيعمل التغطية وارعالي معلولة او بالزبط ويشتغل وارع محمد هيني النهاردة في التغطيات. وهو هيبقى النائل. الناقل. او هو مثلا صناعة الهاجمة من او بداية الهاجمة هو اللي هيشتغلها. هو اللي هيبتدي يمسك الكرة ويستلم الكرة من الاتنين السنتر باكس اللي موجودين بتوعنا عشان يبتدي يفتح الملعب بشكل كبير. اعم السلائية هو الاول. هو الاول بداية الحركة غير. لانه الحقيقة بيعمل حتة دي كويسة اوي بيستلم كويسة اوي تحت ضغط كمان بيستلم كويسة عنده رؤية جيدة. دايما قريب من كل اللعيبة اللي في قدامه عمرو السلية أو ماجدي أفشا. عمرو السلية في النواية دفاعية في النواحة دفاعية فقط هيبقى موجود يعني في الهجمات اللي على النادي الهجومية هيبقى هو اللي موجود جنب جنب اه الهجومية هو اللي في الحتة دي هيلعب رقم ستة أكalling رقم کشكل كشكل إهنما في الاداء الهجومي للنادي الهجومي الهجومي الايو دينجي digging واحده عامر السلية ومعه معاه مجدي افشل اتنين هيكمله في الناحهel الهجومية وده الحية حاجة يعني ما تميز لعبة لعبة النادي الهجومية اللي بلعبه ب200 فلدر نفس الامكانيات ونفس الاداء ونفس طريقة اللعب. انا مع انك تلعب بواحد عنده القتال والروح العالية وانه يقدر يبتدي يحضر وتلعب اللي جنبه عنده امكانيات اللعبة برقم عشر ركاب. عشان انت دايما الفرقة اللجومية بتلعب على على الناح اللجومية اكتر. ما بتاملش للنواح الدفاعية. اه انت عايز تأمن وكل حاجة. لكن انت في الاصلاك عايز تدخل عشان تكسب. المكسب يعني تسجل اهداف. يعني تسمع فرص. يعني يكون عندك زادة عادية في في نص ملعب الخصم اللي قدامك. في الثمنتاشر اللي قدامك. فبالتالي اليو ديونج بيعمل الحتة دي كويس جدا. وبرضو مع الوقت. انا بشوف انه بيتطور في النواح اللجومية كبت. يعني المبرارة اللي فاتت عمل واحدة كده فردية لوحده. كان ممكن يسجل بها بها هدف. خدمته اكتر. خدمته هو فوجي بها طبعا. عشان كده. شوفه بقى الحتة دي يا بلال. بس. لان اول ماتش لعبه. جاب هدف. اه. بس. ماتش في افريقيا. اه. اه. اول اشتراك. اه. عايزين هو عنده كمان حتة التصويم. صح. لازم يتحرر يعني يتحرر من الحتة دي شوية. ويكمل. تعرف هو كسب ايه يا حشيش وبلال. طب. كسب سكة اللاعبين اللي حولي. طبعا. تضبوط. فبقاهم زي ما انت بتقول بقى بلال. بقاهم يطاحها يا اما بيعطها لكل. جوب بتاع ماك دي افشى على سبيل الميزانية. بالزبط. اللي عمله رائع جدا 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 جدا. بيطاحها وبيكمل بها. عنده سرعات في الحتة دي. هي دي ميزة انك بتختار العيبة عنده امكانيات. بسط. عنده امكانات وعنده رؤية في الملعب يعني. لعيبة عنده رؤية يا اسلام. يقدر يغنيك او او هو بالفعل اغناك انك انك تحط السلاء جنبه. انك تعمل بس زيادة. تقول لا تبقى تونس لا يطلع. تونس لا يطلع قدام كامل في الناح لجمية. ودي بتنقص فرقة كتيرة جدا. يعني معظم الفرقة بتاع في الدور المصري. مشكلتها كلها بتلعب اربعة تلاتة اتنين واحد. عنده تلاتة ميت فلدر. لكن ما عندهش صنوع لعبة. ما عندهش ناس بتقدر تصنع اهداف. يعني انت النهار ده السلاثة. هو الهدف التاني هو قدامنا في مباراة. هو ده قاله ده بالزبط. هو قطع وعمل. هو طبق اللي انت بتقول عليه. او اللي انت عايزه. اه او اي مدير فني بيبقى عايزه. انت اللي هو بيغنيك عن بيغنيك عن ايه? ان هو قطع. ده مطلق. او كمل بيه. انا بس بص على دي اسلام. كمية فلدر خليني بس اكملها لك. صح. كمية فلدر هو قطع. ولكن دي ما كناش متعودين. صح. مزبوط. صحيح. مزبوط. ما عشان كده انا بقول لك. تواجده في الحتة دي يا كابتن. بيدي كده او بيدي فرصة لمجد افشا انه يكمل في الحتة القدام. فبتلاقي مجد افشا. لما بيبقى جنبه او عمر السلية. وبتلاقي عمر السلية في الحتة القدام. بتلاقي بص يعني انت نهاردة فيه ثلاثي موجود قدام في الحتة دي. الشكل الهجومي شكل باية. يعني كأنك بتلعب اربعة تلاتة تلاتة. في الحتة في نواح الهجومية. عشان كده بقول لك هو مفيد جدا. واهم دور في الملعب هو دور الو ديانج لعب النادي عموما هي مباراة صعبة زي ما حضراتكم. هتشوفوا. احنا دايما اللي بيجي نتكلم مع حضراتكم. بنتكلم بالواقعية وبالارقام وبكل شيء. طبعا فريق نادي مصر الاول مرة في الدولة الممتاز وكذا. ولكن يظل دائما النادي باهلي كل المباراة اللي بتتلعب. اي فريق بيلعب ضد النادي. النادي بيلعب مباراة صعبة جدا. انا بشكرها كابتن شيلف ان شاء الله نتقل بعد نهاية المباراة. شكرا جزيلا انا كابتن بلال. هنطلع نشوف المباراة وبعد نهاية المباراة. مباشرة هنكون مع حضراتكم على الهواء علشان كل كواليس ما حدث بعد نهاية مباراة النادي الاهلي وانادي مصر. ان شاء الله التقي مع حضراتكم بعد نهاية هذه المباراة.